اشتركوا في القناة ملك وكتابة بين الحق والصح والأصح الواقع والواقعية والصح والصحية حلوة تركيبة دي الإنسان المنطقي اللي عايز ينجح لازم ينظر إلى الواقع والواقعية أنت اعترف بهذا الواقع مش ترسم له في ذهنك مخيلة عشان توصل لنتيجة افتراضية إذا لم تصل إليه فأنت فاشل هذه لاشة توقعية هي أحلام الفتاة الطائش أو الطائر الواقعية أنت تعامل مع الظرف اللي انت فيه وتعترف به وشوف إزاي أقدر أتعامل بألياته وأتجاوزه دون تنازل من جانبي وبما يحقق مصالحه ماذا يفعل الأهلي غير هذا هناك ما هو معلن وهناك ما سوف يعلن وهناك ممكن ما يعلنش إبراهيم دا كلام مهم جدا علشان كده في هذه الحلقة كانت هناك موضوعات مهمة تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله حديث الوجدان الغربال وعايزنا كسبها وبعظمة لسانه الأهلي ودرس العشرة والشموع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك الموت عشقا ومجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة دا محتوى حلقة النهاردة بس انتوا تعودتوا دايما في هذا الظرف بالذات أن تكون الضربة مع مقالي ومقاله وليه أقول لكم هذا الظرف بالذات لأنه حديث الوجدان حديث الوجدان لأنه اليومين اللي فاتوا جمهور الأهلي ربما إلي ربما تعرض لحملة شائعات وتشنيعات كثيرة فأنا الأوان أن يتحدث المهندس عدلي حديث الوجدان عن الأهل وما يجري فيه ما يجري في الأهل مرتبط بحديث الوجدان حديث الوجدان إن أقول لك من غير ما أقول لك أقول لك أقول لك ما استطعت أن أتلمسه من خلال اتصالات مسؤولة مع ناس من أصحاب القرار بلا وساطة هو بيحصل فهمونا الوضع واستطعت أن ألملم من التفاصيل اللي أنا في حل من إعلانها لأنه قيل لي هناك توقيت يخص مجلس إدارة النادي لإعلان عن تفاصيل ولكن ملخص الأمر خلينا في الجزئيل أولاً ما أنا أقول لك ملخص الأمر تفقلوا 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 بإذن الله تفقلوا جداً في كل الملفات طيب ليه تفقلوا في كل الملفات هاخدكوا بطريقتي أنا فكرت في الموضوع إزاي ووصلت لإيه أيوة هو هو النادي الأهلي نجح إفريقياً آه مرتين وخمسة نهائي وتم اغتيالنا في المرة الأخيرة عشان ما نحققش وتلاقي أتنين كاس عالم في السنتين ده مش نجاح ده اتساع أي طيب في الملف في الدوري نجح لا لأن معيارنا احنا هنا تنجح تاخد الدوري طيب وعدم النجاح هنا الواقع اللي لازم ننظر له بواقعية كلنا احنا وحضرات كل جماهير يعني والإعلام وكل الناس حتى اللي مش متفق معنا في الرأي شغل في دماغك الكلام اللي أنا بقوله خلاص ما أنتش خسران حاجة أي الواقع الانحصار والتراجع دائما ما يبدأ بعد شهر رمضان أو شهر خمسة أو شهر أربعة أي أنما كان البداية تملي قوية ومفزعة وتوصل رسائل إلى المنافسين تقول إيه فكروا في السنة الجاي ثم يأتي كأس العالم للأندية وتعود وترجع لبعض التحديات وتبتدي المشور الإفريقي ويعود الفريق إلى سيرته في التعثر والتعادل الغير الغير مقبول لكن مفهوم وعندما تكون عفيا لا يستطيع أحد أن يعبث معك ولكن دعه يعبث فأنا قادر أجره عفي قوي طب أنا لما أتعب بقى وجيلك عايز أخد فرص متكافئة ومني للملعب يا أخي أليك بتقرص علي وبتساعد غيري ومكتف لي إيده وتقول لي إيه العب ويبدأ خلاص من المشور ده وتتولى الإصابات نفس الفيلم نفس الموال تتولى الغيابات تبتدي تلاقي الفرقة مش في أحسن حالتها وإذا كان الهجوم جيدا تجد الدفاع يهدر فرص الهجوم والعكس يعني السنة اللي فاتت كنت ما فيش ماتش ما بتسجلش طيب التفصيل الفنيدي هنجيلها لا أنا بس عايق نتهم إيه ده لازم إحنا النهار ده من الخميس يا عام عندنا وق فإحنا عندنا معادلة هنا طب هو بس كلها انت حتوقت تتمحك لنا وتمحيك والإرهاق والإنجاز واللي مش عارف إيه والتحكم لا فيه عندنا من أسباب إن كان عندنا قايمة كويسة البودلاء كانوا يتملي شارئ النقوة الألف دكته عندنا مجموعة من ناشئين تنتظر الفرصة مما يتيح للجهاز الفني أن يعمل التدوير بالطريقة اللي تخفف من تأثير الإيجاد ومن ثم الإصابات ومن ثم الغيابات ونقدر نعد الموسم ولكن كل ده بشرط الديني فرصتي ملكش دعوة أنا بقدم أداء جميل ولا لا هذا الواقع وهذه الواقعية خليتني لما جه الخبر بتاع مثلا الشركة شركة الكرة توجيه الشكر لمجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الأستاذ ياسيم منصور والمهندس مصطفى فاهمي والكابتن علي عبد صادق وعرض تشكيل المجلس الجديد للشركة على الجمعية العمومية لشركة ما هو لو تقل شركة للشركة كان الديني ارتاحت كتير لأنه مبارح كان فيه اجتهدات يعني بقيت أسمحها وأنا منزعج ومتدايق الرد بسيط جدا يا جماعة وليقول لك يا جمعية عمومية إيه أنت حتشتغلوا لنا وانت حتدولوا الجمعية العمومية لأي شركة هي المؤسسين طب من المؤسسين هو أنت عد جاي تقول لنا كلام مرسل تفقله هقول لكم الأهل يا جماعة عندما وضع الخطة التسويقية قرر أن يكون مجموعة من الشركات بدأت بشركة الآله للإنتاج الإعلامي والتسويق اللي استحوزت على جزء من اختصاصات إدارة الاستثمار والتسويق وبقى التعاقد خارجها علشان تبقى رأس الحرب وكانت أول شركة في مصر يمتلكها نادي ولكن عندما فكر النادي الآلي وغير من نظامه الأساسي كاد أن يختطف النادي الآلي في المقترح القديم في المجلس السابق بإلغاء دور الجمعية العمومية في ضرورة الإقرار بأن النادي الآلي يستحوز على الأغلبية فاتعمل النظام الأساسي الجديد اللي فيه الحفاظ على حقوق النادي الآلي وسيطرة النادي الآلي كمساهم هذه المرة في إنشاء هذه الشركات على مقدرات القرار ومن ثم يطلع الخطيب برسالة موجزة يقول عشان تفكروا فيه الأهلي مش للبيع ده من الآخر الأهلي مش للبيع ما قال كاده وناس قالت هو بيقول ايه وش معنى دي دلوقتي طب الثلاث شركات هم ايه عشان برضو نحطوا التصور كلنا نشترك مع بعض وعلى فكرة يا دي الشفافية مش الشفافية أنا أقول لك أخبار وأصرب لك أخبار أصرب لك أخبار وأقول لك أخبار ده إشاء لأسرار البيت وأسرار المهنة وهناك تجريم إن فيه حاجة اسمها أسرار الصناعة وأسرار المؤسسات اللي ياخد فكرة يكون بيشتغل في شركة يلف شركة تانية بيتجرم ويسجن لا أصرب الصناعة ما فيش حاجة اسمها إن أنا أقول لك التفاصيل اللي دارت بيني على الطربيزة أنا أقول لك قراراتي إيه وقول لك فلسافتي إيه أنا هنا أناقش واقع عندما أنشأ النادي الأهلي أنشأ ثلاث شركات جديدة بجانب الأهلي الانتاج الإعلامي ولكن أنشأها مش تحت مضلة قانون الاستثمار وإنما تحت مضلة قانون جديد فرض أو فرض هو الأمر الواقع أيضا بتعديل القانون القديم اللي ما بقاش يوديك في مثل هذه الشركات إلى هيئة الاستثمار دي النقطة هنبحثها بعدين فالنادي الآلي أنشأ ثلاث شركات شركة للخدمات ومسكها وزير سابق ومعا طاقم من أكثر خبراء السياحة والجوانب الخدمية التي تهم المواطن وتهم الأهلاوي وتهم تاني حاجة شركة منشآت وتولى واحد من أصحاب واحدة من أكبر شركات التطور العقاري المهندس أيمن إسماعيل والوزير يحي راشد والوزير يحي راشد وتعرفنا عليه عن قرب وإحنا فابو زابي كان وزير السياحة ثم شركة الأهلي لكرة القدم الشركتين التانيين بيعملوا ولهم صلاحياتهم ولكن مين اللي بيمتلك التالت شركات دول بقاها هنا مربط الفرص والمفاجأة وقعد معاك واحد من أعضاء الجمعية العمومية بتاعت الشركة الأستاذ برايم منيسي بصفته مجلة الأهلي علاقة مجلة الأهلي بالموضوع أنشأ الأهلي الشركة الكرة وامتلك جميع أسهم حتى الآن جميع بنسبة 100% من خلال الثلاث حاجات دول مجلة الأهلي شركة الإنتاج الإعلامي ثم النادي الأهلي كمكون ونص في قرار إنشاء الشركة بقى من جمعية عمومية النادي وطبقا لنظام الأساسي أن الأغلبية تكون للنادي وهي الأغلبية للنادي دلوقت ولكن أن يمتلك الأهلي الثلثين حوالي 65% طيب يبقى فين بقى المشكلة طيب الأهلي يمتلك الشركة طيب أنا لما امتلك الشركة وأجيب مطور عقار كبير أو أجيب وزير سابق عشان يمسك للشركتين التانيين هياخد الشركتين التانيين دول يعملوا بمعزل عن النادي لا هو تحت إشراف النادي وتبقى للسياس النادي وتحقيق الأهداف ولكن مطلق الحرية في اقتراح نظام العمل في اقتراح خطة العمل الذي تعتمد بعد كده ثم يجري عم يطير ويشتغل وهكذا يعمل النادي الأهلي قبل إنشاء أزيز الشركات وأنا واحد من الناس لاستمتعوا بهذا العمل أن المجرس يقدر ياخد القرارات الاستراتيجية ويفوض الأجهزة التنفيذية بالصلاحات الكاملة للعمل ولكن تحت رقابة النادي إذن هي أموال النادي في الثلاث شركات هي تابعة لخطة النادي وتخضع لجمعية العمومية العامة كمان مش لمجلس إدارته بس ومن هنا أي عبث وأي كلام عن ثمة خلاف بين رئيس شركة الأهلي للكرة وبين مجلس إدارة النادي الأهلي وكبر المحمود الخطيب تحديدا أنه كلام من وحي الخيال أستاذ ياسين منصور كابتن محمود الخطيب أستاذ ياسين منصور بمجموعته الإدارية طب هل النادي الأهلي عرق لإستلام الشركة علشان تاخد حقوقها وتتشغل بيها المفاجأة الشركة معاد تحويل كل الصلاحيات إليها التنفيذية كان 1-9 طب لماذا 1-9 ما أنت قلت 1-7 لأن طبقا لنظام إنشاء الشركات اللي هم مش تابع القانون الإستثمار اللي لازم ترخيص من جهة الموافقة الموافقة تنقلت من جهات إلى جهات أخر فأصبحت تتاخد أكتر من الموافقة الموافقة وترخيص العمل ما وصلش غير من 20 يوم لكن هل ما ما ابتدتش الشركة تعمل لا كان هناك خلال الفطرة الماضية اجتماعات وانتقال تدريجي علشان الناس اشتغت يعني العقود الجديدة التفاوضات الجديدة المدرب المش عارف إيه كلها تمت من خلال الشرك بعلم النادي وتحت مظلة خططه ومصالحه اذا ما فيش تنازع في الصلاحيات ولا السلطات هنا انت حاجة جنننا لا مش حاجة جننك انا بقولك الواقع والواقعي انه ما كانش فيه اي خلاف اه انا 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 وصاد إبراهيم بنحبه بعض جدا وده حقيقة نسق في بعض جدا وده حقيقة نختلف مع بعض احيانا ده حقيقة اخرى العنوان ده لأ مش عاجم العنوان ده لأ ان نتناول الموضوع ده تما نأجله ده تفاصيل العمل فلما نيجي نعمل شركة عشان تطلع برنامج مثلا هو لو حسنا ان تفاصيل العمل دي من كترها انا او هو هتقيد او هتشغلني او بتعمل حقيقنا ان احنا وانحنا بنحب بعض وحنتعاون وحنستمر في حبنا احنا اللي اتنين للنادي الاهلي لا جدال ان الاستاذ ياسين منصور واحد من اعرق واعظم العائلات عائلة منصور اللي ارتبط تاريخها بتاريخ النادي الاهلي صحيح لا خلاف على ان الاستاذ ياسين منصور واحد من اعظم العقليات الاقصادية الشابة عبر السنوات الاخيرة وان مجموعة المنصور من اعظم رجال الاعمال على مستوى العالم مش على مستوى مصر وافريقيا والشرق الاوسط اذا هي نمازج انك حاجات وايضا هي نمازج بتحب النادي الاهلي فلما يعني اقولك استاذ ياسين والنبي خليه جنب هو الراجل نفسه وعايز وحابب التفاصيل تعانيه انه اما يجي اقولك معلش اقبل اعتذاري في اسباب بس مش من ضمنها الخلاف مع النادي الاه ومش من ضمنها تنازع الاختصاص ومش من ضمنها عدم رغبته في العمل ومش من ضمنها انه خارج كارهة ومتدايق سيظل استاذ ياسين منصور ومجموعته العظيمة من اهم اعضاء النادي الاهلي ومحبيه وكفاءاته اللي كل واحد فيه مشي الشركة طيب النادي الاهلي من جانبه وده مش سر يعني كان في خلال الاجتماعات كان بتطلب صلاحات اتفضل بريزنتيشن اي حلو او كلام ده نفذ ولكن المشروع ما اكتملش ليه ما اكتملش ان القدر النادي الاهلي يا استاذ براهيم انك بتبقى بايونير بايونير يعني مالكش كتالوك تستند مفيش مرجعية يعني انت صاحب ضربة الاولى التي تحتاج الى تضبيط في النص كده فوص التفاصيل دي قد تشعر انه دائما هل مش متزبطة لا متزبطة بس التفاصيل الدقيقة بتتحط طب النادي الاهلي النهاردة بعد هذا الاعتذار المقبول بتقدير عالي جدا من مجلس الادارة ومن جمعية الاهلي العمومية ومن اعلام الاهلي ومن جماهير الاهلي الجمعية الاهلي تحب الاستاذ ياسير منصور ومجموعته والمستقل المستقل فاهم وتحب الكابتن الخطيب ومجلس ادارته وعلى فكرة وتصق فيهم حتى لو تقل ثم اتخلاف ما انا بقول لك اهو ما احنا عادين في المجلس مثلا ممكن نيجي موضوع انا رأي كذا انا رأي كذا تم نعمل ها بالطريقة وده كان بيحصل من قام ما كنت تاني عيد مجلس ادارة مع كابتن صالح كان بيحصل على الترابيزة البعض مش مستوعب يعني نختلف على الترابيزة ونطلع متفقين على القرار ونطلع اصحاب ونتعش مع بعض ونتكلم وحتعمل بكرة عامل بكرة لا عادي جدا وخلاف لحب الاهل وخلاف ومش خلاف على حاجة وحشة يعني لنت وحش ولا أنا وحش انت عايز تعمل كده عايز نروح سكندري في صحر ومتا تقول ما تخلينا في الزراعة عشان احنا معدين نوصل على كذا في تفاصيل لا تعني بالضرور ان احنا مختلفين بقى اي يا جماعة انا بقول الكلام في ورطة معلش بقى نتيجة ما سمعته من من اصحاب الحقيقين مش نقلا ما فيش وساطة تفقلوا بإذن الله تفقلوا وأن كل الملفات مستمرة زي ما هي لا الشركة قالت دي بتاعته احقود اوامشي ولا الاهلي قال لا نبتدي من اول لصات لان كله كان يعمل من اجل مصلحة النادي الاهلي فالاهلي مكمل البناء ما تمت من خطوات في كل الملفات وانا بقول لك في كل الملفات انت لما تيجي تقرأ القرار تجد اول بند في القرار بيقول ايه توجيه الشكر لا اول بند في قرار الشرك اول قرار مجلس للإدارة اي فيما يخص القرارات الخدر اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري بحقوق الرعاية لقطاع كرة القدر دا اول قرار الشركة المتحدة لمدة 4 مص نقف هنا لحظة وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها تاني اقراء وعقب اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم اعتبارا من موسم 22-23 وحتى 25-26 وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها التوافق مش الاتفاق مهمة جدا الفقرة دي من المرات اللي شعرت انها مصاغة بشكل جيد عشان تفسر الموضوع النهاردة هناك في العالم كله عالم الكائنات الكبرى يعني انت لما تيجي تروح في قطر تجد مؤسسة مسكة العملية دي او منشأة او مجموعة مسكة العملية دي وتحقق نجاح هنا وهنا وهنا في الامارات نفس الشيء في السعودية هتجد هذا الكلام طيب احنا عايزين نعمل كتلة قوية تتصق مع اهداف الدولة وتتوافق لمصاريح الاندية وتدافع عن حقوقها ولا وطبقا لما تم التوافق عليه دي جملة اللي تعانيني في هذا الامر المتحدة هي من خلال ايام اعلن الدكتور اشرف صبحي بسعادة تم الاتفاق اللي هتكون الراعي للدوري الراعي للدوري المصري وانها هتبقى مسؤولة عن التسويق من ثم طب انا الشركة اللي هتمسك الدوري اللي هتمسك القرة في مصر مش بس الدوري ده حيبقى القرة في اتحاد القرة هي هتكون مسؤولة معايا هتدار هتدار ازاي هتتعمل ازاي عندي كده وانت عندك ما تيجي نشوف الاوفق ايه والمصرح في النهائي ازاي ونطلع كسبانين من هزي العلاقة وده انجح نموذج يعني انت لما جيت استاذ ابراهيم عشان تبني مؤسساتك الانشائية رحت المين رحت الهيئة الهندسية بتوفر عليك القيلة والقال وبتاخد وقت تأسرع وبكفاءة اعلى علشان وبالأمر المباشر كشركة بالأمر المباشر لاني دي شركة من شركات الدولة الدولة التي تراقب عليها وعلى اجراء هذا التعاقب فانت النهاردة هنا الاتصاق مع هداف الدولة دون تفريط في حقوق ولذلك عندما اقول لك تفائل ما تتصرعوش في الاستنتاج او ما تديش ودنوك لحد صدقوني استنوا النادي الاهلي لما يعلم هل انا بقول اخبار لا لاني ما فيش حاجة اعلنها بالاسم اقولك حدث وحدث ولا استنتاجات وقائع بقدم تحليل لواقع سمعته ايوه دفعني الى التفاؤل انا كنت اعلن جدا وكلمتك ساعة مادرية الخبر بس ونحلل على ما دل من الفاتح قلت لك ايه اشعر بكذا الاقي كذا ده هو اللي بيحصل لحد ما تيقنت ان الموضوع يا جماع باختصار يدعو الى التفاؤل وما تقلقوش ما تدوش لكوا لحد تاني لان حد تاني عايزي فيمكن النادي الاهلي وهو بعض الكورة الكورة دي اعتبروها قزمة تعلمنا منها مش عايزين الموسم اللي جاي يبقى فيه اصابات ومفيش تعوير ومش عارف ايه والكلام ده فقرر نادي الاهلي بواقعية وهنا الواقعية رايح عام الكبار بقى ياخد راحتهم تعال نلعب الشباب عشان ونحن بنكون الفريق السنة الجاي نشوف ما كسبنا ايه وحنحتاج حد من برا ولا لا ومين هم وتفاقلوا في الجزئية دي الناس شايفة كل حاجة ومخططة لكل حاجة شايفة كل حاجة ومخططة لكل حاجة وتفاقلوا بالاهلي تجدوه نطلع الفاصل وبعض الفاصل كلام مهم ده مش بس ما تخافش على الاهلي ده تفاقل للاهلي وبالاهلي زي ما شفتوا حديث الوجدان الحقيقة الرائع للمهندس عدل قيعي شرح لكم خبايا الأمور من جو قوي بمنتهى الوضوح وايضا بمنتهى الحرص على الكيان وسياسته اعتقد اطمنت جدا انا بس عايزة في الحتة دي عشان الناس لازم بيطلع لك ما تخليكم شفافين وتقولولنا ايه اللي بيحصل هي شفافية هو الدولة بتعمل ايه اسلحنا خلي بالك انا عجيب جدا السيسم ده يقعد الرئيس يتحمل 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 بعدين افتتاح عشرين مش عارف ايه افتتاح خمستاشر مش عارف ايه كلها مشروعات انتاجية يتحدث بعد ان يتم الانجاز لكن ما هو انت وانت بتشتغل مش فاضي للرغ هنش هتضع وقت لكن اشتغل واعلن بعد ما تعمل وفي النهاية طمن الناس هنا مرة مرة بتيجي المصداقية يبقى كل الناس شايفة ان انت وانت ساكن بتعمل حاجة فانا مش مطالب ان نختار التوقيت بتاعك لاعلان اموري اختار التوقيت اللي نسيبني انا في اعلان ما ينتهي للامور وده الحقيقة ما هو يتتكلم يتشتغل الاهلم يختار سيازة انه يشتغل انه ينتج انه ينجز واستغرب جدا الاهلم هو بيعمل كل المشروعات الانشاية الضخمة خدوا بالكم الاهلي مش بس طور جزيرة وطور مدينة نصر ولا استكمل منشآت الشيخ زايد لا ده بنى فرع جديد في التجمع بنى فرع من العدم يعني ويتالك هو الاهلم هو الخطيب ما عملش انشآت فين الانشآت اللي عملها الخطيب الخطيب او ما عملش جنينة لو هي الانشآت في مضمونها ان انت تنشئ جنينة لا الخطيب والمجلس الحقيقة عمل فروع اللي انجازه مجلس دارة الاهلي خطة انشائية كبيرة في كل الفروع الحقيقة يسعد ويفخر بها كل واحد اهلاوي وكل عضو في النادي شايف مستوى المقرار احنا هنقعد نقضي انشآت ما تتكلمني في الكور احنا نكلمناكم في الكور وعلى فكرة انتم شايفين الجهد المبزول في النشاط الرياضي طيب مش شايفين العرقلة اللي بيحاولوا بعض الاتحادات بطريقة غير رياضية انه ينقلوا القوة من نادي الاهلي الاندي اخرى ولا ده خاف عليكم طيب الاهلي بيستالف تدريبات واستعدادا لمباراة طلاعي الجيش اللي هتكون السابت ان شاء الله الاسبوع اللي قبل الاخير للدور لانه الاسبوع الاخير هيكون مع سيراميكا كلوبترا يوم الثلاث ان شاء الله مصر ريكاردوس وارش عقد اجتماع مع اللعيبة قبل التمرين على طبيعة المباراة اللي جاية وظروفها كمان شارك في تدريبات التأهيل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي راجعين من الاصابات وبيقدوا التدريبات التأهيلية وبقيت اللعبين الكتلة الكبيرة من النشئين واصلوا هذا التمرين عشان انا بس قلت النشئين اه ساعة ما تقول كلمة انا هوقف اه انا اتفرق على ماتش منتخب مصر مع سعودية تحت 17 سنة ايوه ازعم ان في لعيبة في الفريق ده تلعب في السي من نهارده هما دول موليدة 2006 يعني 16 سنة ده في سير ديباكس معدين اه احمل عبد ايه ايه بيجدله سنة وبين الله رب نحميه الاصابات والغرور انا انا بخاه يعني في الماتش ده الموزيع عمالي ايه يا سلام يا مش عارف ايه ايه انا 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 الولد ده تحب اتغير وفي توقم حسام ابراهيم انا بس عايز اقول لك حاجة اه بعد كده حنشوف مخبازي يقول لنا فيه كام لعيب النادي الاهل سبعة ولا الحجل للمخبازي اه سبعة طيب اللي انا عايز اقوله للموزيع ده لان انا وانا قاعد خفت على اللاعب ده اه عايز استمتع ايد الكرة مش عارف ايه لا لا ابراهيم شحات استنى اهي جات له ورينا يعاني اتقطعت منه فات يعاني شاط بس لو كان بصها للي جنبه كان جات جون معلينش بس هو لكان اتجاب الجون كان حيبق جون علامي استنوا بقى المتعة مع دقيقتين ولا ان الرجل بيغير المدرد انا مشفق على طريق تناولنا للمواهب الايام دي يا جماعة ايام الناشئين ايام الشباب انا بس عازر بطها بنموذجين عشان نوجلهم رسالة اللاعب المميز الذي يمتلك من القدرات الخاصة هم اتنين واحد مدافع واحد مهاجم احمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنع احمد عبدالقادر المهاجم هنيجي للاتنين بس فكرني اكمل لك انا قلت المقدمة دي لكن معانا على الهاتف المحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الاهلي استاذ محمد مساء الخير خير يا سيد إبراهيم على حضرتك والبشمان سعاد وكل مساعدين من قناة الاهلي الكرام اهلا بك يا سيد محمد الحياة الفترة اللي فاتت ولا زالت الناس كلها سؤال الساعة صدر حكم لصالح الكابتن محمود الخطيب وعائلته ضد مرتضى منصور فيما تعرض له الكابتن الخطيب والأسرة من سب وقص في المحكمة اصدرت في الشق النهائي لها حكم بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ والكل بيسأل ازاي ما تمش تنفيذ الحكم احنا مش قانونيين فلا يفتأ وانت على التليفون اولا خلينا وضح ان الحكم اللي حضراتك بتتكلم عليه ده صدر بتاريخ عشرة تمانية صدر من دايرة استقنافية ان يتم حصر الحكم واقراره من قبل النيابة العامة ثم من ينسج الحكم وكيفية تنفيذ الحكم تيه اجراءات ادارية عقب حصر الحكم بتصبح المسئولية كاملة لدى وزارة الداخلية المفتوضن فيه مندوب من وزارة الداخلية بيتسلم هذه الاحكام بصورة او باخرى هذا الكلام تم يعني مندوب وزارة الداخلية متمثل في مدرية امن الجيزة لو هي محل اقامة المحكومة عليه تسلم الحكم الاسبوع اللي فات واصبح الحكم الان لدى اقدارة تنفيذ الاحكام بمدرية امن الجيزة وننتظر ان تطلع وزارة الداخلية بدورها تحديدا ممثلة في مدرية قطاع امن الجيزة لضبط المحكومة عليه ان هذا الحكم نافذ لا يوجد اي اجراء يقف تنفيذ الحكم الا اذا اصدرت محكمة النقض قرار بغير ذلك او تم تقديم اشكال لدى الدائرة التي اصدرت الحكم لتنظر في مدى اخاف التنفيذ بكل الاحوال لا يوجد اجراء في القانون تحديدا في هذه القضية يقف تنفيذ هذا الحكم ومن ثم في ان هذا الحكم قائم وساري مسألة تم تعطيله او تأخيره حتى الان ليه هذا السؤال اللي الرأي العام يتسأله اجابته لدى وضبط الداخلية تنتظر ان تطلع بدورها في هذا الامر وتقوم بضبط المتهم لتنفيذ الحكم يعني هو فقط ان المحكوم عليه يقدم استشكال امام نفس الدائرة التنفيذ من حق يقدم طلب للنقضة او يطعم بالنقض خلال ستين يوم من تاريخ الحكم لكن هذه الاجراءات لا توقف التنفيذ في فرق ان انا اتقدم بطلب اطلب وقت التنفيذ وفرق ان المحكمة تجدني الى هذا محكمة النقض لن تنظر فيما يخص الطعن لما يتعمل قبل مرور ستين يوم ايضا تقديم طلب بدعوة تنزع الاختاص هذا الطلب كل المشتغلين بالقانون والمتهدين له او يعني اي حد بقول حقوق يعلم ان اي طلب من هذه الطلبات لا يقف التنفيذ ومن ثم فان تنفيذ الحكم القائم حتى هذه اللحظة اذا دعني افهم ومعي السادة المشاهدين اللي حضرتك مسميهم الرأي العام ان حكم التنفيذ الان قائم ولن يبطل الا مثلا بعد ستين يوم فات منهم خمساشر يوم تقريبا لا الحكم قائم الى ان تقضي محكمة النقد بغيث مانا كويس يبقى انت لسه لك حوالي خمسة واربعين يوم لن تنفس فيه لا ولا بقيله في اي وقت مدام اصدرش حكم انا اصدر اقول خلال بلاش بقيله يا استاذ ابراهيم انا فاهم بسأل السؤال عشان اوصل لحاجة اسمعني محمد بيو النبي فات من مهلة الستين يوم اللي لازم يتنفس فيهم الحكم قبل انعقاد اول مش مولز مش مولز طب لحظة واحد عشان كده انا عايز اسمع جملة دي لو انا ما كان المتهم حقولك ايه حافظ القراءة واستخبى واروح وايجي وما حدش ينفس ونتأخر في الاجراءات لحد ما الستين يوم ييجوا على امل ان النقد يقبل استشكالي ده ممكن لا اعتقد الكلام ده صعب جدا طب هو خلينا بس انا عايز اقولي حضراتك حاجة ونبي خليه جاب على دي اتصد خليني بس اوضح حاجة يا ستين يوم هي المدة اللي المتهم من حق ويطعم فيها وايضا النيابة العامة ايوه اتصدت خطأة تعالي ايه يا جماعة شوفوا الصوت راح فين محمد اه هنجيبه تاني هو انا بليه بسأل السؤال ده لان القانون موجود للتنفيذ ولكنها حقيقة القانونية قانونية قد ترجئ او قد تعطل او قد تحدث ما يحدث فاذا كان يعني من الوارد ان استهلك الستين يوم دل حد ما تجتمع تب خلينا اقول حاجة الستين يوم ما هياش مهلة هي مهلة للمحكم عليه ان هو يقع انما لو استنفذها هذا لا يوقف يا تس محمد انا قصد كده هو حيقدم اتفضح بس حاجة اتفضح 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 هي تبقى لقانون الاجراءات الجنائية هي مدة الطعن صحية ايوه المدة دي مش ملك المتهم واحده لا الستين يوم دول من حق النيابة ايضا ايوه الطرفين وبالتالي مسألت الستين يوم انا بقولها ليه ان ورق القضية لن يتم اتصال محكمة النقد دي قبل مرور هذه المدة ده فتعن الموضوع شفت بقى انه عشان اذا محكمة النقد لن تنظر قبل مرور ستين يوم بالضبط كده وخد عليها شهر كمان ان الاوراق توصل للنقد ثم تقيد امام محكمة النقد ثم لو حدد خلال المهلة دي خلال المهلة دي هل املك انا عادل القيعي في هذا الظرف ان انا اتصرب بطريقة تمنع او تعطل التنفيذ لحد ما المحكمة تنعقد لا يوجد اي اجراء قانوني يوقف التنفيذ التنفيذ قائم وساري واجه على واجب على جهات الضبط ان تقوم بضبط المحكم عليه اذا هي مهلة الستين يوم ما هيش مهلة هي فقط المدة القانونية الفاصلة ايوة المدة القانونية الفاصلة من صدور الحق لحين النظر في الطعن المحكمة لن تنعقد قبلها ايوة فانا لو منتظر انا علشان تنعقد المحكمة وتديني رأي مش ممكن قبل ستين يوم زاد الشهر الاجرائي فانت عندك تسعين يوم على ارض الواقع الواقعي يبقى انا ممكن خلال التسعين يوم دول افضل في محاولات ارجاء التنفيذ بصورة او اخرى وصولا الى ان المحكمة تنعقد وربما اأمل لا دي النقطة اللي هيوضحها اتفضل لا يوجد اجراء القانون يقف التنفيذ قولا واحدا بالظبط انما ممكن يتهرب المحكم عليه من التنفيذ حتى الوصول لهذه الفترة او للمدة عشان يروح يتنع طيب موضع اجراء غير قانوني ولكن لا يقدم للطعن الا منافذ للحكم لازم لما يتحدد جلسة النقض انا مش عايز اروح بعيد اوي كده واتكلم في التسعين قالينا بعيدا عن الموضوع ده تحديدا ما هي فرصة عشان ثقافتنا القانونية كلنا تكتامل طب انا ادرت بطريقة او اخرى ما يتنفس الحكم ده خلال المهلة دي اي لما اجي بقى محكمة النقض تنظر في الامر لازم امثل امامها وانفس لابد لابد من المتهم للمحكم عليه ان يقوم بتسليل نفسه ده المتهم الهاج امام محكمة النقض وده من شروط نظر الطعن وإلا اللي لا يقبل الطعن اذا على الاقل حينفذ يوم كما هيقدم نفسه المحكمة وللتمفيذ لو المحكمة حكمت في نفس اليوم هيتنفذ الحكم سواء بالتعديل او بتعديل الحكم او بتأييده انما في النهاية مهما ارجي الامر حيتنفذ حيتنفذ طبعا وبعدين مدة ثاني يوم اللي حضراتك بتتكلم فيها دي مدة بعيدة جدا لاني ما حصلتش اني يكونك حقوق انا باخد على فكرة انتم متصورين اننا انا فاهم انا باخد بعقليتي انا لو عايز ان انا استفيد اطول المدة نعم هروح للحد الاقصى واخد بالك حالة دي بيسمى متهم هارب هارب وماله واجب على اي جهة الضبط ان تكون بضبطه واجب على اي جهة الضبط ان تكون بضبطه كويس قوي كويس قوي بس انا شاطر ما هم مفهوم يا محمد بي والله والله العظيم انا فاهم النقطة دي انا باتكلم لسه بقول الواقع والواقعية ارض الواقع بيقول ان ما تمش التنفيذ على الاقل لحد دلوقتي ومش عارفين هيتم التنفيذ امتى دون دخول في تفاصيل واسباب انا باتكلم على الارض الواقع ايه اللي حيحصل واللي ممكن يحصل وايه القانوني وايه الغير قانوني ومتى يسقط الامر ومتى لا يمكن اسقاطه فعرفنا دلوقتي من حضرتك باختصار شديد سواء تم التنفيذ الان او بعد الاقصى مدة ممكنة حيتم حيتم عشان المحكمة النقدة مش هتنظر الا بعد التنفيذ الا والمتهم حاضر ده النقطة اللي اللخصناها عشان الرأي العام يفهم مش عشان احنا عايزين ايه الرأي العام مالوش دعو احنا عايزين ايه النادي كان قدم بلاغات جديدة مش كده بص يا كل الحلقات اللي فاتت ديها على مدى الاسبوع اللي فاتت ديها تجاوزات احنا اتخذنا بها اجراءة قانونية هذه الاجراءات بتتضمن برضو استبوى القصف وفي عبارات بتعتبر فيها نوعا بتتناول الفضاء وتناول موضوعات منظورة امام المحاكم وده مجرم بنص قانون العقوبات ايضا اجراءات للاستاذ كرم جبر بخصوص مواصيق الشرف الاعلامي وتناول هذه الامور بهذا الشكل بهذه الزورة على احدى القنوات الفضائية التابعة لي ايضا من بين البلاغات اللي تم التحقيق فيها هو نشر اخبار كاذبة نشر اخبار كاذبة ان تم الترويج ان هذا الحكم تم وقفه وبعض المواقع سقطت في هذا الفخ ونشرت بشكل واضح وصريح وقف تنبيد الحكم دون ان يكون هناك لشهادة من جهة رسمية تقول ده وده كان محل خصومة وبلاغة احنا تقدمنا به ضد المحكوم عليه وبعض من روض لهذا باعتبار ده ترويج لاخبار كاذبة والنيابة العامة بشر التحقات في هذا الموضوع وقدمنا كل الادلة اللي تطيب يعني كده لو رجعنا للحكم الصادر وهو حكم نهائي جاءت التنفيذ ما حدك قلت وزارة الداخلية المنوط بها دلوقتي تنفيذ هذا الحكم بالضبط كده وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الحكم طب يعني فيه تفسير لعدم التنفيذ حتى الآن اشوف ممكن فيه بعض الإجراءات خدت ثلاث أو أربعة يام أو أسبوع أيضا احنا تقدم بأوراق وطلبات في الجهات من خلال قنوات الرسمية والقانونية إذا مسألة يقوموا بالتنفيذ امتى دي مسألة القرار فيها بيرجع لوزارة الداخلية ولأمور مرتبطة بعملهم وقد يكون أمور أخرى كده الحكم بينتقل من دوائر القضاء إلى جهات التنفيذ وهي مديرة أمن الجزء طولا واحدا حكم الحبس موجودة الآن في مديرية أمن الجزء لإنفاذ بالضبط طيب تمام سيد محمد كان فيه بلاغات كمان سابقة كانت قدمت والمكتب الفني للنائب العام حقق فيها مش كده بالضبط فيه تلت بلاغات ما زالوا محل تحقيق لجنيات في قناة القاهرة وننتظر أن يتحدد لبعضهم جلسات فقرة فرصة نشكرك على الإضاحات إذا كان عندك حاجة عايز توجه رسالة من خلال هذا الحوار العلمي الرائع إنما يعني أعتقد أنك وضحت أهم حاجات في هذا الأمر لا أنا بس لو أزمت حضرتك خلينا أقول أني مسألة ترويج أضالي الأنهاج الحكم تمن وقف تنفيذه دي مقدمة لمحاولات الهرب وأعتقد أن المحاولات الهرب تبقى مسألة يائسة لإن أنت تضع الدولة وابطدع بعض الجهات المهمة في موقع وفي موضع حارج إحنا بصدق حكم قضائي العالم كله يعلم بصدور هذا الحكم اللي يعتبر نافذ الحكم لم يكن انتصارا للكابت المحمود الخطيب إنما انتصار للقضاء والدولة السياسة للقانون التي نحن دايما بنراهن عليها ومخطئ من يعتقد أنه فوق القانون والحكم إن شاء الله سيتم بتأمس والمفروض يا سيد محمد أنت كده الجزئية بتاعة وزارة العدل كانت أهابت بالجميع أنه محدش يتعرض بما يفيد أن هذا الحكم تم الطعن عليه أو تم قبوله وقالت الأمر يصدر فقط من الدوار القضائية يعني طبعا باني الوزارة بعد أن تم التعليق على الأحكام بصورة تنال منها أو تمستها وأيضا تناول العديد من أستداء القضاء بصورة أو بأخرى أعتقد باني الوزارة كان يأتي في هذا السياق الذي يهيب بالجميع عدم تناول هذه الأمور بصورة تؤثر على العدلة في توضيح حاسب الحقيقة هل لديك أقوال أخرى تبتلوها للناس كلها فرصة نحن نقولها لك أنت لا تحيات الحضرتك والبشموان شكرين جدا يا محمد شكرا جزيلا للمحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي موضحا على أن الحكم الصادر للكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في وقاعة ساب وقصف كابتن خطيب وعسرته قد انتقل لحيز التنفيذ لدى وزارة الداخلية وتحديدا مدرية أمن الجيزة كجاهة منوط بها تنفيذ هذا الحكم الذي تم التأكيد أيضا على أنه أبدا لم يتم نقده أبدا لم يتم صدور أي حكم بشأنه وبالتالي فهو حكم مع الشغل والنفاذ ينتظر التنفيذ هنطلع على فاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد المهندس عدل استهل الحلقة بالتأكيد على أنه تفاقله وأنه ما هو قادم بإذن الله مبشر جدا ومطنع جدا في الإطار ده الكابتن محمود الخطيب بيوصل سلسلة اجتماعات مكسفة يوميا مع لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن حسام غالي والكابتن أمير توفيب مدير التعقدات لإعادة ترتيب كل الأمور وإنجاز هذه المهام في هذا التوقيت المهم واستكمال مابودئة من خطوات يعني كان في خطوات تقريبا بتتقفل بتتقفل جزء منها والباقي بيستكمل عشان كده أنا من غير التفاصيل أي اتفاقله اتفاقله طيب دي في الكرة المنز عدل أشار لجزئة النشاط الرياضي والجهود اللي بتبزل فيه فريق كرة اليد اللي الرجال بيشارك في البطولة الدولية الودية في السيلوفينيا وفاز على سيلي السيلوفيني بيت المباراة الانتهت 38-24 شوف أنا أعمال يقولك تفاقله طيب أنا أفدي هقولك لا تفرض في التفاقل ليه دانيال جوردو واضح أنه تم فيه تدعيمات واضح أنه فيه خطة التدعيم الفني والتدريبي وحتى فلسفة يعني عجبني جدا لما قال له أنا مش هلعب البطولة العربية ليه عشان أنا رايع على تارجيت عايز أجهز له فهذا رجل مش جاي يقضيها هذا النوع من القرارات أراه قرارات جدة النتائج الوردة والتقارير الوردة بتقول إن اللعيبة في حال التقدم بدني وفني إنه كلهم في حالة بدنية وفنية أفضل من السابق لكن أفضل من السابق توصلنا لحد فين يا أستاذ فراهيم مش عايز حد يتصور إن إحنا بقى خلينا كده متحفظين ونعرف إن إحنا بناخد بالأسباب ونستنى ما نشوف في المعترك الجد الدنيا هتمشي إزاي ده سواء في الحندبول أو في الهولي والله في أي حاجة بتعمله لأن أحيانا أنت وتتفائل بلاعب تحط ضغط عليه يعني لسه كنت بقول لك الرسالة كواس إنك الموضوع ده تفتح عشان أكمل لك لماذا شعرت بالضيق من الإشادة المبالغ فيها بلاعب واحد في الفريق اتفرقت له على الأربع لمسات ما شفتش السابق ما نجحش فيهم وضع هدفا وتم تغييره بعد الإشادات إن كل ما يلمس القرق قوي شوف حنستنى إيه ده معناه إيه إنك ما تشاورش زيادة عن اللزوم وما تاكلش حق اللعب أولا بتعمل إيه بتظلم جماعية الفريق بتحاول الفريق طب أنا ما أنا أقدر أعمل كده أتكلم علينا كمان بتحاول اللعب نفسه إنه بعد شوية أشعر نفوق التقييم يعني ممكن يطلع من المطش ده زعلانه إنه تسحب بعد الكلام اللي إيه اللي تقال عليه طب إيه اللي حصل عندنا تذكر إننا لما أحمد عبدالقادر في البداية خلاص قلت لك إيه لاعب واعد عنده قدرات هيلة ولكن ننتظر بتحفظ لما نشوف كيف يمكن له أن يدير موهبته وأنا اليوم بعدما كان كل الخبراء يقدموا أحمد عبدالقادر في بداية الموسم إنه لاعب من نسيج مختلف كان بتقال كده الصدق نسيج مختلف الصدق ماشى التاني بما يوحي إن اللعب ده هيبقى نجم الموسم فإذا بيه يصاب إذا بيه يعود إذا بيه أسلوبه يتغير في الأداء إذا بيه لسه ما استعدش هذه الثقة لهذا المستوى لأن معيار التقييم عند الجمهور ما بقاش معيار التقييم لأحمد عبدالقادر الناشئ بقى الأحمد عبدالقادر الخاص جدا نفس الشيء في مكالمة تانية تم تساني بس أساني واحد عشان أخلص دي نفس الشيء بالنسبة لواحد أنا أراه واحد من أهم المواب الصاعدة على فكرة الاثنين ناشئين وصاعدين بمعار تقييم الناشئين في السوق المصري محمد عبدالمنعم لعيب دفع به دوليا فإذا بيه تقلق ويعود إلى النادي الآلي ولكني أرى منه بوادر عدم سيطرة على النفس في كل مباراة مهما كان يبدو أن هذا غير على الفريق مهما كان يقول أنه أصل ده محام حتى في الملعب يجب على اللعبة دي تستنى لما تقدم أقصى ما لديها حتجد نفسها مش مهتمية بالتفاصيل دي مش مهتمية بيقولوا علي إيه مش مهتمية حتجد نفسك في حتة تانية سواء محمد عبدالمنعم أو أحمد عبدالقادر أو زياد أو كل ولادنا الموهبين اللي ربنا يوفقهم إن شاء الله ده كلام مهم لكن يبقى الكلام المثير للجدل دائما في الغربال وعايزنا كسبها الحقيقة كان تساؤل لطيف خفيف عميق في مقالة مهمة اليوم في مجلة الآلي للكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين وطافة في هذه المقالة بين الأفلام السينمائية وتذكر محمود المليجي وأطلق العنان ومعانا على الهاتف أستاذ حامد مساء الخير مساء الفل يا أستاذ إبراهيم ومساء الفل للمعندس عدل القيعي ويكون تعشق يا نادي الآلي إزايك يا فيلسوف الآلي الكبير يعني أنا عم لا أخد الحكم من الأفلام بس أنا بخدها من نجيبي الرحاني بخدها مش من المليجي من شرفان طح بخدها من عباس فارس أنت بقى روحت واخدها من محمود المليجي هذا العملاق يعني تسائل ياما ما وعايزنا كسابها بقى مرت إيه في اسكندرية ليه أه تفضل قول لي ليه ليه الربط بين الأمر ده وما يحدث للأهل أو في البطولة لا هو الحقيقة المونولوج بتاع الفنان الكبير محمود المليجي في اسكندرية ليه هو واحد من أشهر المونولوجات في تاريخ السينما المصرية وقالوا المليجي معبرا عن مرارة شديدة وشعور بالقهر أي والقهر هو ملاكم روبط طياداه وقدماه وطلب إليه أن يلعب بطولة العالم هذا هو تعريفي للقهر اللي وصف بأنه لو كان رجلا لقتلته فهو وصل شعور القهر من خلال المحامي الطيب الشريف اللي عارف أنه هو داخل القضية وأنه هو مش هيكسبها فقط هو عايز يقول للناس نفسه يسمع جملة تطلع على لسان القاضي أو جملة تنقلها الصحافة بن قسين الحرة عن اللي هو هيقوله في المحكمة وساعتها سيكتفي بهذا هذا الشعور أنا حسيته فيما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وليس النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي لا يقهر النادي الأهلي لا يقبل الظلم لكن ما حدث أنه أطراف كثيرة نجحت في أن تصنع وحقولها بالعامية شبورة حوالين النادي الأهلي وكأنه النادي الأول في العالم في الحصول على البطولات المحلية والقرية أصبح يعني يواجه كارثة النادي الثاني في الحصول على أكثر عدد من البطولات القرية ويسبقه فقط ريال المدريد ريال المدريد الأسباني أصبح يواجه طبقا للشبورة غير الصحيحة انهيار وهذا الحقيقة نوع آخر من أنواع القهر لفريق تعرض على مدار الموسم لما لم يتعرض له فريق في العالم سواء من حيث عدد المباريات التي اضطر لعبوه إلى أدائها في البطولات المحلية والبطولات الأندية الأفريقية وضمن صفوف المنتخبات المصرية في تصفيات الأمم الأفريقية ثم في نهايات الأمم الأفريقية ثم في نهايات كأس العالم التي لعبها بدون 18 من العليل ورغم ذلك الناس يعني تم إنجاح الحملة اللي بتحاول تبين الأهلي وكأنه في موقف ضعف وهذا بالفعل غير صحيح ومرة أخرى لا يصح اختزال مؤسسة النادي الأهلي الرياضية العظيمة باعتراف العالم كله في نتيجة بطولة دوري محلي لكرة القدم وهو الذي حقق ست بطولات منها اثنين افريقيتين لأبطال الدوري واثنين كالسوبر افريقي واتميدليتين برونزيتين ودوري وكأس في أقل من 20 شهر يعني هذا أمر أمر بصراحة أشعرني أنا أشعرني أنا بالقهر أنا وليس الأهلي لأنه مرة أخرى النادي الأهلي غير قابل للقهر السيد حامد وانت بتتكلم خليت خاطر كده تأكيدا لكلامك على الشبورة التي تم صنعها الأهلي ابتدى الموسم بداية صاروخية وفاز على كل منافسيه الأقوياء بالأربعة والخمسة والثلاثة والأربعة ووقتها وحتى رجوع الأهلي من كأس لعالم الأندية كان هناك من أبواق إعلامية منتمية إلى المعسكرات الأخرى بتقول أولا خلال يعني 11 مباراة فاز الآلف عشرة وهو ما حدث العكس للمنافس في الدور الثاني بس إحنا في الدور الأولاني كان بيتقال وإحنا بنحقق هذه الإنجازات الأهلي يقدر ومعملش وبيكسب ولا يؤدي ومش عارف إيه وأن المنافس عندما ينجح في إحراز هدف يقل الفرق لقد أحدث المفاجأة واقترب كثيرا من التعادل وفضلوا في حال الدعم إلى أن تم انتشاله من هذه الكابو اللي كادت تفقد أنصاره لدرجة أن فيه ناقد رياضي قال المباراة القديمة الأهل والزمالك أخشن يتكرر ماتش الستة واحد اللي الأهلي ماكملوش ومكسبوش يعني الأهلي ماكملش الفوز فيه هذا معناه أن الشبورة دي مقصودة لأن أول أنت ما تعصر حتى في هذه المباراة اللي سادها الزمالك شوت أول واكتسحها الأهلي شوت تاني الكلام كله كان يستطيع الزمالك أن ينهي الأمر بطريقة أقصى ولكن تراجع هو هو اللي ساب لنا الملعب لكن في المرة التانية عاد الزمالك ليسيطر معلنا أنا أضم صوتي لصوتك يا جماعة الخير خلاص مش هنقدر نقول الإعلام المناهض خليك عادل لكن هنقدر نقول لجماهرنا خليك عاقل اسمع واستوعب وافهم ومعظمهم عامل كده على فكرة بس ساعة الهزيمة يعني ولك لعب النشيل لكن لما كسبت شداي ماشي كلنا عزي الأهل يكسب على طول ما تعودناش على رأي يعني ناس كتير من المساد نبيل ما تعودناش ودي يعني أحد سلبيات الفوز المتتالي أو البطولات المتتالية الحقيقة أبا شواندس أنا طبعا متفق معك اتفاق تام لكن فيه عنصر غائب عن التقويم والتقييم وهو وجود جماهير أهلوية افتراضية على السوشيال ميديا هذه الجماهير الافتراضية تدخل بأسماء مستعارة يعني افتراضية افتراضية يعني سيبرائية يعني على التويتر وعلى السوشيال ميديا ما هياش جماهير أنا أعرفها أنا معرفها غير معلومة التأكيد آه ما واحد بيقول الملك واحد بيقول الملك فأنا إيش عرفني إن ده أصلا واحد بيقول عدل القيع وما هواش عدل القيع لا ده أنا تجربة مؤلمة بالنسبة لي آه يجي خمس ست حسابات مفتوحة بإسمي هؤلاء نجحوا نجاح آه كبير في أن أنهم يجروا معهم أهلوية حقيقيين فياخدونا في مكان ما هواش الطح لأنه أنا بقول أنا أريد إحصاء لكل البطولات الكروية التي جرت في مصر منذ انطلاق الدوري حتى اليوم وأخذ أيضا البطولات الأفريقية التي أقيمت رغم أنه في فترة خمس سنين كان الأهل قد قرر الابتعاد إحساسا بالظلم أيام المايسترو صالح سنين الله يرحمه لكن النتائج النهائية بتقول تاريخ أمامنا تاريخ أمامنا مش ممكن أبدا ننسى هذا التاريخ أو نمحوه لمجرد أنه الأهل تعثر سواء يعني لأسباب منه أو من لعبيه أو من ظروفهم أو لأسباب أخرى أي مكان إذا كان الأهل تعثر في بطولة فهذا لا يعني مطلقا نهاية العالم وأن الأهل يعني انهار والأهل سقط والأهل وقع ما هذا هذه صورة غير حقيقية شهد حامد رسالتك في جملة لجماهير الأهل الحقيقية في كيفية التعامل في مواجهة الجماهير الافتراضية الحقيقة أنا أنا نعرض في نهاية مقالي نقلته لصديق عزيز وصفه للعمل الحقيقي العمل الحقيقي أن تملك عينين وأن لا ترى أيوة يعني تملك البصر ولا تملك البصيرة لا ولا ترى ولا ترى لأنه حاجات أخرى جات قدام عينين دي خلتها شايفة غلط وانا بأضيف إليها أن تملك عقلا ولا تستخدمه ولا تعي أن تملك عقلا ولا تستخدمه ده شيء عجيب جدا إزاي أنت تتجرب هذه البساطة تجاه الخطأ ما ولو كان صح ما أنا كنت أقولك صح لكن أنت معسستك الأهلوية الرياضية رائعة حققت إنجازات ضخمة وهذا هو سر هذه الحملات اللي هي متعددة الأجنحة ومت يعني متشابكة الأهواء للتقليل من الأهلي لأن البعض بيقول ما هو لازم إيه منسفش الأهلي يبقى هو الوحد وقص كده المنافسة المنافسة حتقل فما عدناش نكسب نكسب قصده ماديا نكسب بيزنس يعني لكن الحقيقة اسم الأهلي وحده اسم الأهلي وحده تروة ضخمة اسم الأهلي وحده هو أيقونة نجاح أيقونة نجاح شعبية وأنقونة نجاح رياضية وأيقونة نجاح استثمارية واختاضية ووطنية قبل كل شيء ولهذا كان ربطي لمونولوج الفنان الكبير محمود المليجي اللي كان عنوانه وعايزنا أكسبها يعني كيف أكسبها وكل هذه الدوشة والدوضاء والشبورة تحيطنا من كل جانب عايز أسألك سؤال نعم هو إحنا ما بنعرفش نفرح كجمهور للأهلي لأن لحظة بس أكمل سؤالي أي فرحتنا ما بتبقاش محمومة ولا فيها نوع من الانفعال الزائدة أو الهستيريا الزائدة وما بتبقاش مركزة على إغاظة الآخرين بقدر ما هي فرحة 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 وقورة كده يعني فقال إحنا ما بنعرفش نفرح السؤال بقى تكملته برضو عشان تجاب عليهم الاثنين مع بعض هو مش من حق الفريق المنافس وأنا أراها من حق يفرح بالطريقة بتعجبه لأنه ربما منهم مش عارف حيفرح تاني إمتى أسمع رأي الحقيقة أنا بقول الأهلي تعود على الانتصارات حتى اعتادها وصارت أمرا عاديا نحن عدنا سويا من أبو ظبي والأهلي هو حديث العالم في كأس العالم للأمدية فريحنا 24 ساعة بهدوء شديد لأنها كانت المرة السابقة التي يشارك فيها الأهلي في هذه البطولة ولأنها المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها الأهلي على الميدالية برزية في حدث عالمي بهذا الحجم وبهذه القيمة لكننا تعودنا على الانتصارات فبناء عليه أصبحنا لا نجيد الفرحة بها ألفناها 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 نعم طيب أنت أشرت النقطة أنا في تقديري شخصي من أهم المؤثرات على المناخ العام بتاع الفريق السنة وهي جزئية نجاح الآخرين أو نجاح الآخر في أنه يغزوك من خلال السوشيال ميديا بكتائب تبدو عرضنا فيه غزم ثقافي غزم ثقافي غزم سوشيالي ويأثر على الرأي العام حتى في كل التقييمات شيطانة الفريق وشيطانة المدرب السابق واللاحق واللي جاي واللي راح وفعلا جروا معهم الناس الكتيرة أنت كحد خبير في الإعلام ده تأثير وإيه والتصدي إزاي أنا أعتقد أن التصدي لي بوضع استراتيجية متكاملة بوسائل الإعلام الأهلوية الخوية جدا كلهم في مجال لكن لابد من وجود تكامل بين وسائل الإعلام الأهلوية أنا النهاردة الحقيقة لقيت رد فعل أكثر من رائع على مقالي اليوم فنشرته على تويتر ونشرته على الفيسبوك وكان رد الفعل كبير جدا فقلت في نفسي طب وماذا عن الذين لا يقرؤون ويكتبون أدي قلت له لا أنا على الوقت قلت بالكلام بس هم لا يقرؤون صحيح وده دي نسبة كبيرة ما يشمعوك بقى فيه مستمعين فيه مستمعين ومشاهدين بجانب القراء هنا أنا أقول إنه لابد من الاستفادة من المادة المكتوبة في مجلة الأهل وتقدمها بشكل تلفزيوني أو إزاعي حتى يستفيد بها الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وهذا أمر طبيعي يعني يسمعوا يسمعوا وجهة النظر التانية بعد كتابتها مش هستنوم هم هيقرؤوا وحيكتبوا لابد من أن يكون هناك يعني استراتيجية واضحة هحط إيه في الإعلام المصور هحط إيه في الإعلام الإلكتروني كيف يتم الاستفادة من الإعلام الإلكتروني بالنسبة لقناة النادي الأهلي ألمن بأن الإعلام الأهلاوي هو الأقوى وهو الذي ينافس على المستوى العالمي على مستوى كل إعلام الأمدية الرياضية في العالم طيب إذا كان ده واجب أو مهمة الإعلام الأهلاوي على حد توصيفك الإعلام العام هل تخلى عن حياده وعن موضوعيته يعني إحنا بنتكلم على أنه فيه طرفين الطرف الكبير المؤثر المفترض واقف زي ما بيقولوها عبسا على مسافة واحدة بين الجميع وهي مسافة واحدة بس في الاتجاه الثاني إيه ما سؤلته الحقيقة أنه أنا أتابع يعني صحيفة يومية المفروض أنها كبيرة وتضم صحفيين كبار ومسؤول عنها صحفيين كبار لكنها تتفنن في نقل وتحويل كلام بيقوله بعض اللا إعلاميين واللا مثقفين مش عايزة أقولي الجهلة في قنوات يعني ما أنزل الله بها من سلطان طلعت في أوقات غريبة وبتقول كلام غريب فيحولوه إلى مادة مكتوبة عشان تبقى يعني مادة يتدولها تتدولها الصحف الأخرى والمواقع الأخرى بشكل مضحك شكل مضحك يعني يعني حاجة كأنها مقصودة خصوصا إن اللي بيقوم بكده في هذه المؤسسة الصحفية رجل أعلن كراهيته للأهل وليس زم الكويته أعلن كراهيته ويكره الأهل وهو المسؤول فإزاي بقى القيادات بتاعت مثل هذه المؤسسة ما تقفش كده وقفة عقل يا أستاذ حامد إزاي إزاي أنت بتقول ده مش بينقضوا ده النقاط دول بيحفلوا على الأهل أنت متخيل بيعملوا قفهات تحفيل حتى في يعني أسطرهم على مواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي معظمهم بيحفل على النادي الأهل هو بيحفل طبعا على النادي الأهل عشان يكتذب شريحة معينة أتقول له والله يا جدع واخد بالك لكن مش هنا بتسقط قيمته قناقد ولا إيه رأيك أنا قلت من الأول هو لا يفرح أن نطلق عليه لقب ناقد ولا رقب إعلامي خالص هذا الكلام اللي بيحصل هو كلام عكس كل القواعد الإعلامية التي عهدناها وعملنا بها على مدى سنوات طويلة لكن القضية إنه هو الكل الآن عارف إنك أنت عايز النفس تسمعك عايز الناس تقراك عايز الناس تعلق عليك فحط الأهلي في جملة جديدة على أساس إنك كده هتبقى حققت الاستفادة لتلك الوسيلة الإعلامية أو الأخرى يعني يعني باختصار كده أن هناك من قرر في مهنة الإعلام أن يتحول إلى بهلوان حيث وجد الرزق في الشقلبة مش في المكلمة أنا أنا ليس كل ما يعرف يقال أيوة لكن هناك بعض الشخصيات وأنا أعرفها جيدا وقال لها أصحاب تلك المحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية إنه لو ما نجحتش في إنك أنت تسير جماهير الأهلي يبقى ملكش مكان عنده ها ها يعني مقصود خط مقصود يعني أيوة أيوة ما حد ما أنا قلت من المفروض إن زمان كان الرجل بلقيب الكورة بعد ما بيبطل بيشوف القرسين اللي هو أخذهم من ماتش هتزالوا ويفتح محل فراخ وبط لكن النهاردة بيختفي عن التاحة ثم يعيدونه لمجرد إنه هو ييجي يشتب في الأهلي الكبير الأهلي العظيم أي حديث عن العظيم أي يظن البعض أنه يكسبه عظمة بينما العكس هو الصحيح أستمتعنا بيك وعايز نكسابها بجد يعني أو لا وعايز نكسابها كمان أنا اللي سعيد والله جدا جدا وبشكر جمعين الأهلي اللي تبعت عايز نكسابها وكان ده رد فعلها اللي عبر عن اللي جواها وإن شاء الله إن شاء الله دوما تفاقلوا بالأهلي تجدوه انضموا لحمل التفاقل شكرا للفنان الكبير محمود المليجي شكرا يا أستاذ حامد الله يخليك يا أبش محمد شكرا أيها الفيلسوف الأهلاء الكبير الأستاذ حامد عز الدين تعليقا على مقالة مهمة له في الأهل النهاردة وعايز نكسابها طيب على فكرة المهندس عدلي والأستاذ حامد أشار إلى جزئية معينة الأهل بيحقق كل هذه النجاحات ويوصف بأنه فاشل والدرجة أن حتى الإعلام الافتراضي اللي موجود ومنتشر ومندس قدر ياخد الناس في هذا السياق ولسه الناس بتردد بتردد وتعمل منه لجهات وتعمل حاجات أنه الأهل نهار وأنه الزمالك أخذ مش عارف 17 بطولة والرزق الشعلاب والرزق والكلام الحقيقة يعني أنا أفهم أننا ممكن نختلف في وجهات نظر أنت لعبته كويس أو أنا لعبته وحش ده تقييم نوعي لمستوى الأداة نقدر نختلف فيه بس الحقيقة أنا مش قادر أفهم إزاي ممكن نختلف على الأرقام بمعنى أنه تحقيق البطولة ده إنجاز يعني الزمالك أخذ الدوري سنتين السنة دي والسنة اللي فاتت ده حقيقة محدش يملك يغفالها أو يحورها أو ينتقص منها لا خد بطولة الدوري الموسم الماضي والموسم الحالي طيب لما يتقال أنه الزمالك خد في الخمس سنين دول اللي فيهم الكابت المحمود الخطيب ومجلسه في الآله الزمالك خد 17 بطولة والآله خد 3 أو 4 يتقال الرقم كده مش ضبط مصطلحات ضبط أرقام شوفوا بقينا محتاجين نضبط الأرقام حتى لأنه الحقيقة هذا الأهلي الذي يوصف بأنه منهار لما تبص على آخر خمس سنين والخمس سنين هنا لأنه مجلس الإدارة الحالي دي سنة وأربع سنين قبلها يعني خمس سنين في سدة الحكم الأهلاوي في الخمس سنين دول يا جماعة هذا الأهلي الفريق المنهار اللي الآخرين بيتكلموا عليه بكل هذه القسوة وهذا التجريح هذا الفريق يقف بين اتنين من عمالقة العالم في عدد حصاد البطولات في الخمس سنين دول الخمس سنين بس تخيلوا أنه الأهلي لا يزيد عنه غير بايرن ميونيخ الألمان العريق العملاق خد في الخمس سنين 14 بطولة الأهلي خد 10 بطولات ريال مدريد خد 9 بطولات الهلال السعودي خد 9 العهد اللبناني خد 9 أنت بتتكلم في دول الأكثر حصادة بالإضافة إلى بطولوتين أنا مش هحسب لا مش هحسب محسوبين تالت كاس العالم برضو على قيمتهم عندنا لكنها دي ميداليا برونزيا مش بطولة العشرة ايه بقى مش ميداليا لا العشرة ايه عشان نكون أكثر تحديدا أن البطولة هي البطل هو الفائز بالبطولة أو بالمركز الأول الأهلي خد الدوري 3 مرات خد دوري أبطال أفريقيا مرتين يبقى دي خمسة خد سوبر أفريقيا مرتين يبقى سبعة خد سوبر محلي مرتين يبقى تسعة وخد كاس مصر مرة يبقى عشر الأهلي عشر بطولات هو الفريست هو البطل هو الأول خد كاس العالم أو خد ميداليا برونزيا في كاس العالم مرتين كاس العالم هنحسب أن البطولة للبطل يعني لما هتيجي تحسبها للبايرن ميونيخ هو خد بطولة ما عندك ميداليتين يا صاحب رهيب ما عندك ميداليتين لكنه ده إنجاز شرفي إنما مش بطولة البطولة حسبت لريال مادليد لما كسبها أو لبايرن ميونيخ لما كسبها ما قدرش يحسبها لي أنا عشان نكون أكثر دقة وموضعية بس عايز أقول لحضراتكم أنه بايرن ميونيخ خد 14 بطولة خد واحدة دوري أبطال خد واحدة سوبر أوروبي خد واحدة كاس العالم للأندية عشان بقولها لكم زائد خمسة دوري ألماني واثنين كاس ألمانيا وأربعة كاس السوبر الألماني الأرقام ما بتكذبشه دي بطولات 14 بطولة للبايرن هو الأول الأكثر حصادا على مستوى العالم في الخمس سنين الأهل 14 بطولات ريال مادريد 9 خد اتنين دوري أبطال أوروبا خد سوبر أوروبي خد كاس عالم للأندية خد اتنين دوري أسبانيا خد تلاتة سوبر أسباني الأهل يقف بين البايرن والريال وبيقول لك منهار ما هو انهيار من وجهة نظرهم مبرر وأن أرقام الزمالك مؤكد أعلى من أرقام الأهل بمعيارهم أما يجي يقول لك فيه إعلام منسوب إليهم تماما بطولة الزمالك الواحدة بعشرة يبقى 140 بطولة قدام 42 بطولة لأن الواحدة بعشرة لأن دي بطولة باليورو ودي بطولة بالجنيين ما هو الناس اللي عايزة تتشأل بطولة أي كلام حتى تقول لك أي كلام طيب بتتحك لا ما تتحكش لأنه لما ييجي يقول لك لما تكسب بقى أنت بطولة الدوري ودي بطولة دي ما هي بطولة ضعيفة الأقل التنفسية في العالم وقال من جيبوتي والصومال وتخسر أفريقيا تشامل على أفريقيا تروح بقى للجن متعرش تعمل حاجة أنت طب أنا حكسب أفريقيا ودي بطولة الدوري أقوى منها بدليل أن أنت وإنت واخد أفريقيا كسبت منك الدور لن يعدم المجادل وسيلة للجدل صحيح ومن العبث وعلى فكرة أنا لبزعل ومش عايز الناس تزعل ومش عايز تعتبر أن ده مش من حق أي منافس خليه حفل لا بس خلينا في الحقائق الحقائق دي نقولها لجمهورنا أخد بالك لأن من العبث أنت تصدرها للآخرين هو مش عايز يسمع العقل هنا ما يلزموش في حاجة هو العطيفة أنا كسبتك هتقول لي بالحكم أنا كسبتك هتقول لي مش عارف أنت تعبان أنا كسبتك لكن لما أجي ألعب قدام الجونة أقول لي أستاذ القاهرة وده الغامض والغريب أستاذ القاهرة عنده أصلاحات تخلص بكرة بعد ما عاد المطش بيوم عشان يتأجل المطش بسهولة وثلاسة واشعر زمالك أنه أخد اليوم الزيادة اللي لو تعامل دالي الأهلي كانت الدنيا قامت وما عادتش أنا كل دي زواهر مش أنا اللي برصدها الرأي العام رصدها والدنيا شايفها وكيف يتعامل مسؤوله المؤسسات الرياضية في هذا الشأ إذن هتقنع واحد طيب مش عايزه يفرح أنا رأيه أنه لازم يفرح فرحة محمومة من حقه يفرح فرحة محمومة زي ما قلتلك لكن أنا عايز جمهوري ما يزعلش ما يتصورش أن الفرحة المحمومة دي معناها أنه قد نالك ما نالك من الأمر أنت ما زلت الأقوى ما زلت الأحسن ما زلت المصنف أمام العالم كله في حتة تانية لأن هم بيمسكوك حتة حتة أستاذ إبراهيم والمشوار اللي جاي واللي شفناه بقى في الملاعب وده برضو لغز أنك أنت تشوف جماهير بكسافة أكتر من المسموح بيها وجماهير مش عارفة تلاقي تذاكر وتلاقي أحد مهم قد كده يعني عشان نتكلم وإحنا بنقيم هو مين ساحب الشعبية الأكتر هو مين ساحب الجماهرية الأكتر هو مين لما نيجي نحط إضافة في الاعتبار ندي المين وحيلغي إعمال الإحصيات التي قيلت قبل وقت سابق وحيقول لك إحنا أولاد النهار على فكرة هناك من يقول إحنا أولاد النهار ده إحنا من عشرين يتحاسب بعد دخول الفار ده إحنا إحنا من خلال الفرحة المحمومة من خلال إنك بتقول لي لما جي الفر الفر أنا مكسبت وقلت له لما جي الفر أنا خسرت لأن الفر جاي خسرني ويكسبك مش لأن الفر إعطى لكل دي حق حقا لا لأن إن بارت حسب على النادي القالي ضرب الجزاء حد تنقش فيها لا طب بهذا المعيار البسيط داس على كعبه داس على كعبه تكعبل تكعبل إيه لتخبرة إيه لتخبرة حدث تتكمل لنادي القالي شفيها ضربات جزاء كتير الداس على القدم كم مرة مرتين في مباراة واحدة أمام الزمالك ولا كانوا أمام بيريمد وما تحسب ليش ضربات جزاء وما تكسبتش الماتش حديث الفر كلام مهم جدا وتفاصيل أخرى أيضا أكثر أهمية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم جديد ما تخافش على أهلي طول ما الحقائق موجودة الحقائق بس اللي هما بيقول لك منهار فتجدوا في الحقائق يقف بين البايرن ميونيخ وريال مدريد في الأكثر حصولا على التتوجات في مختلف البطولات محليا وقريا في الخمس سنوات الأخيرة اللي بيصفوها بالإنيار لو أنت منهار وبتسبق ريال مدريد معرفش لو ما كنتش منهار كنت هتروح فين بالزبط بس بعشر بطولات تسبق البايرن في خمس سنين لو أنت مش منهار بين البايرن والريال تسبق البايرن كمان حتى بطولة الدوري مش هنعمل زي الناس اللي لما الأهل يأخذوا البطولة تبقى دي أضعف بطولة وقول لك الدرجة التنفسية بتاعتها الفيفا قال إن هي تقل عن موزنبيق وجيبوتي وبين الصومال ومدغاشقر الكلام ده تقال لما الأهل بيأخذوا البطولة دلوقتي بقت أفضل بطولة لا هي فعلا بطولة قوية محترمة الدور المصري بطولة عريقة لها قيمة وربما ما كانش فيه بطولة في العالم ارتبطت ببطل زي ما ارتبط بطولة الدوري المصري مع الأهل فعلا عبارة محفورة في وجدان كل الناس الأهل بطل الدوري ده ليه لأنك أنت تلاعي الأهل تلت أضعاف أقرب منافسية تتوجن بالبطولة وده في حد ذاته رقم مبهر لما يكون الأهل 42 يبقى شقيقه الزمالك البطولة الـ 14 14 في 3 بـ 42 يعني 3 أضعاف بالملي هو الفارق بين الأهل والزمالك ولما تكون البطولة بتاعتهم بعشرة يبقى أنت متخلف بـ 100 سن آه لا إحنا هن خل بقى مش عارف ليه بعشرة ليه ما تخليها بـ 50 ما تخليها بـ 50 أضمن ولأ وغلت اليوم من دول ما تخليها مع الدولار متربطها بالدولار بس أنا عايز أن نوع لحاجة يعني وإحنا في الفاصل كده جماعة جالنا أن الأستاذ سيفي الوزيري يعني يطلع يفسر لماذا كان هناك حرصا مع كابتن شبير مع كابتن شبير كان حرصا أن يكون هناك تعاون متبادل بين المتحدة والأهل وجاء وورد كما وصلنا أنا ما سمعتش لكن كما قيل وكتب أو بلغنا به أن الأهل كقيمة تجارية كبيرة تستطيع أن تصل بالأهل إلى أرقام رأينا كده بص يا جماعة هو الأستاذ سيفي الوزيري بيقولك المفاوضات بين الأهل والمتحدة للحصول على تسويق حقوق رعاية فريق الكرة بدأت من عشر شهور وقال أنه لا يحق للمتحدة قبول أي عرض رعاية دون موافقة شركة الأهل لكرة القدم يبقى القرار عند شركة الأهل قال كمان أن هدف المتحدة خدمة كل المنظومة الكروية وعلى رأسها الأندية الشعبية وقال أننا عندنا 300 موظف في بريزنتيشن بتوفر الكثير من فرص العمل للشباب قال كمان لدينا تحدي صعب في الموسم الجديد وأتمنى أن ننجزه وفقا لخطتنا الطموح والأهل كقيمة وعلامة تجارية لديه قدرة على الوصول لأرقام ضخمة وقال أن نحن بنخطط لصناعة منتج يكون جاذبا للرعاة ويحقق للأهل أعلى عائد ممكن قال أن نحن تواصلنا مع عدد كبير من الشركات الكبرى التي ترغب في الحصول على حقوق رعاية الأهل وقال كمان سيف الوزيري المفاوضات بخصوص رعاية فريق كرة القدم بالأهل مستمرة على مدار الشهور العشر القادمة وقال رعاية الأهل الجدد قد يصلوا إلى 12 والإعلام قبل بداية الموسم الجديد 12 راعي يرغبون في رعاية النادي الأهلي شوفوا القيمة الضخمة والعملاقة لهذا النادي العظيم قال أن استقالة شركة الأهل لكرة القدم لن يؤثر على أي اتفاقات وقال أن مرحلة المشاريع الأخرى بين الأهل والمتحدة تنطلق فور توقيع عقد الرعاية قال الاجتماع المشترك مع وزير الشباب والرياضة وربطة الأندية والتحاد الكرة كان مسمرا للغاية قال كمان الأستاذ سيف الوزيري رحيل شركة الكرة لن يؤثر على الاتفاق وتم الاجتماع أمس مع كابتن محمود الخطيب من أجل تنفيذ اتفاقيات الرعاية قال الأرقام التي تم تدولها قريبة من التحقيق بالرغم من الأزمة الاقتصادية ونتوقع تجاوز ما يتم تدوله يعني حتى الأرقام التي قد تبدو للبعض أن هي ضخمة قال لا المفاوضات شغالة بما قد نتجاوز هذه الأرقام كمان وفقا لقيمة الآلي وقبال الرعاية بهذا الشكل المكسف على الارتباط به قال كمان الأستاذ سيف الوزيري شركة الآلي كانت قد تواصلت مع إحدى شركات الطيران العالمية ومع شركات أخرى ولكن لم يتم الاتفاق النهائي والتوقيع حتى الآن قال أننا بنخطط لزيادة عدد الجمهير في الموسم الجديد لأنها تضاعف من قيمة الدوري كمنتج وقال أشكر كل الجهات المعنية التي ساهمت في عودة الحياة للمدرجات هذا الموسم شوف الحمد لله جماعة أنا ابتدت الحلقة بقول أنا متفاورة فقل معي وقلت أسبابي وقلت عنوين وما دخلتش في تفاصيل ولا أسماء ولا تأكدات لأنني أنا ما حبش أأكد إلا من خلال أصحاب الشق وإحنا على الهواء يأتي الإنصاف وتأتي التأكيد على مصدقياتنا هنا وهذا البرنامج وما قاله الأستاذ سيفي الوزيري بيوضح وبيفسر وبيقول تفقلوا قد نصل إلى أبعد مما تتوقعوه وأنا لما قلت والله ما كان عندي معلومة مؤكدة باسمه محدد إلا أن تفقلوا مش أكتر من كده إحنا ماشيين صاح ما تخافوش لما تقال لما قلت لكم أنا من عندياتي بقى قرأتي للماشة أن لما المتحدة تمسك إقتصاديات كرة القدم من العبث أن تكون خارج أنت هذا النظام والسيستم لكن تقدر توصل لأهدافك من خلال الانضمام إلى عمل مؤسسي ضخم ترعار السياق العام المسؤول ويكون مؤسسي تابع خاضع للدولة وقلت أن دي المصلحة لكنت عارف عندي تفاصيل ولا كنت عارف الأستاذ سيف حيطلع يشرح وكنت متوقعا يؤجل الأمر كمان كم يوم التفاصيل هو قال لا ده نحنا مش عندنا ده نحنا عندنا جي 12 راعي وممكن نتجاوز الأرقام اللي بيحلم بيها لنادي القهد أنا يعني كل اللي يعنيني أن نحنا نكون في تفسيراتنا ماشيين في الطريق السليم ومش واخديني الكلام من باب المساندة هو مساندة مساندة بظهر الحقيقة وتسويق جيد للواقع اللي هو يستحق أن نحنا نتفقل به دي طريق تفكيري فالحقيقة الرابط اللي جاءنا على غير موعد أنت لقلت لهم صحيح في الإعداد لكن لقيت الرسالة وانت بتقولوا إحنا على الهواء جاءني من صيف الوزيري أنه طلع قال كذا ده تمنى أن كل الملفات بما فيها حتى الملف الإعلامي أن يكون هناك هذا الاتصال هذا التفاهم اللي يحدث التوازن الحقيقي والمسافة الوحدة في وسائل الإعلام حتى نعمل منتج شديد القوة ممنع المنافسة الشريفة والمتكافئة متكافئة مش يعني أن كل ناس تأخذها بعضها أن كل واحد يأخذ على قدر حجمه وقدر جاهده وقدر إسامه الحقيقي هو الكلام الأخير في حدة عودة الجمهور للمدرج المسابقة المصرية جماعة دي مهمة بقى المسابقة المصرية بقيمة هدية لازم أن ناخد بالنا وياريت القائمين على صناعة الكرة في مصر يأخذوا بالهم أنه فكرة غياب الجماهير عن المدرجات للفترات الطويلة أنت بتضعف المسابقة وبتضعف صناعة كرة القدم وبتضعف انتشارها الإقليمي لأنك أنت قوتك مش في الداخل بس قوتك أنه النادي الأهلي ده كل الأندلة العربية الشقيقة تيمناً بيه واقتداءً بيه تطلق على نفسها اسم الأهلي ده مش منفراغ ده من تأثيرك المباشر في محيطك العرب الشقيق والتمدد بتاعك في القرى مكانتك موجودة في القرى لما في أي سفرية بيظهر لدى الخارجية المصرية حجم إقبال حتى أبناء الوطن الأفريقي نفسه على مشاهدة الأهل ومتابعته شعبية الكرة وشغف جمهور الكرة ومدرجات الكرة ده مسائل شديدة التأثير في الصناعة نفسها فكويس أنه فيه توافق على أن احنا مع ربطة الأندية للحياة النائب أحمد دياب بازل فيها مجهود في اتجاه عودة الجماهير للمدرجات شركة تذكرتي عملت مجهود كبير في أنك أنت تعمل قاعدة بيانات للجماهير بس كمان الجمهور يا جماعة دايماً بيبقى محتاج زي ما أنت شيء كويس أن أنت بتسهل دخول جماهير الزمالك شيء إيجابي بس كمان العادل منه أنه كمان يتسهل دخول جماهير الأهلي وجماهير الإسماعيلي وجماهير الاتحاد بحيث أن كل الأندية تبدأ ترجع جماهيرها للمدرجات شوية بشوية إذا كنت أنت بتسمح بألفين سمحت هنا بخمسة يبقى هنا أسمح بخمسة لأن العادل هو اللي بيخلي الجمهور يشعر بالارتياح والاطمئنان والتفكير الإيجابي مع المسابقة ما يشعرش لاب ضغينة ولا يشعر بأنه فيك كيل بأكتر من مكيال الزمالك بيحتفل بالبطولة يدخل جمهور ده حقه طبعاً ويحتفل ومدام جمهوره ملتزم ومنضبط ومش خارج على السياق ولا المسيق للمنافس حقه يفرح وحقه يحتفل بس كمان جمهور الأهلي يجد نفس الأجواء ونفس الأريحية ونفس التسهيلات في احتفالاته ده اللي حيعلي قيمة صناعة الكرة وده اللي حيرجع الجمهوره للمدرجات مدام ملتزم ومنضبط بكل التعليمات والقواعد الأمنية نتمنى أنه في الموسم الجديد يكون فعلاً في حرص على هذه المعاني عودة بنسبة كبيرة جداً بس عودة ملتزمة من الجمهور عودة منضبطة من الجمهور بالقواعد والتعليمات الأمنية وفي نفس الوقت التسهيل للجميع على قدم المساواة التسهيل مقابل الانضباط أي خد حقك وحاخد حقي وانت ملتزم لازم تاخد حقك دي النقطة مهمة جداً وأنا بغلط أتعاقب وما تحكمنيش بنوعية معينة من الجماهير أنا عايز الجمهور في المطلق يبقى عنده تكافئ فرص كل الناس اللي عايزة باختلاف ثقافاتها لأن الحيوية هنا الجمهور مش هيبقى حيوي إذا فضل على نمط واحد تبقى متوقعه لكن مرة تجيب ناس تشه مرة تجيب ناس تسقف ومرة تجيب مش عارف إيه لكن في الآخر كلهم أهلوية لكن نمط الجمهور لازم يبقى نمط جمهور العام عشوائي مش انتقائي واللي يغلط يتحاسم لكن أي حد يشعر أنه عنده نفس الفرصة بتاعة المنافس في الدخول عشان كل واحد يستمتع بجماهيره أما تقييد الجماهير بأعداد محددة كلما صغرت كلما حاقت ظلم بأصحاب الشعبين صحيح طيب وإحنا نحن نتحدث وأنت يعني تفسر وأنا أجتهد قلنا نتفائل ولكنه هو جماعة وإحنا بنون التفائله هو التفائل مشيك على بياض التفائل مرهون بالنتائج يعني حتى يكون هناك أسباب وقعية للتفائل لازم نشوف نتيجة هذا التفائل وستند إلى إيه من خلال إيه بعد سيد إبراهيم تحقيق الأسباب التي كنا نتوقعها بهذا التفائل فنحن مؤيدين لكل الإجراءات وننتظر بتفائل نتائجها مظبوطة إيه صحيح ما سمعتش منك الله ينور واني فقدر لا أنا بجد دي الرسالة أنها إيه أنا أنا بقول لك تفائل هتيجي بعشاة تقولي هو إيه اللي حصل هقول لك حصل واحد اثنين ثلاثة يبقى عندي أسباب للتفائل فلما نمشي في هذا الاتجاه إن الجمهور تبقى متفائلة ومنضبطة وكده لازم تشوف نتيجة بقى اللحلة كل اللي بنقوله ده وأرجو أن نتيجة جب أبي يتقل كده قريب نتمنى ده ده كان كلام مهم جدا في الغرباء لاستهل لها الأستاذ حامد عز الدين عايز نكسبها وانتهت بهذه الأخبار الإيجابية في تعقيب الأستاذ سيفي الوزيري لكابت الأحمد شوير عن هذا العقد ما بين الأهلي وبين المتحدة للإعلام كمسوق للنادي الأهلي بتطمح هذه الشركة الوطنية مع هذا النادي الوطني العظيم العملاق للوصول إلى أفاق أربع أرحب كثيرا لكن يبقى الكلام المهم بي بعض متلسانه الأهلي ودرس العشرة الحقيقة الأهلي لما أخذ القرار مجلس الإدارة أنه كان قرار مجلس إدارة باستكمال المسابقة الدوري بين نشئين والعائدين من الإصابات وإراحة اللاعبين الكبار ده كان إنقاذ لهذا الجيل من اللاعبين أو لهذه المجموعة من اللاعبين من مخاطر الهلاك الحقيقي اللي دهم عضلاتهم وتساقط اللاعبون الواحد تلو الآخر ونظرة واقعية لما تريده في المستقبل وكنت بتخطط إن أنت بتستكشف العناصر الموهوبة من نشئيك وبتجهز العائدين من الإصابات وضمنياً فيها رسالة إن أنت غير راضي على ما قالت إله المسابقة من أوضاع غير عادلة في التحكيم اشبعوا بيها بالضبط اشبعوا بيها دي خلاصة بقول لك رمان سعدل عبقريته في الخلاصة قال لحفظة لأقول بس هو يربي كلمة قال لك اشبعوا بيها كانت من سابتك كده خدوها واشبعوا بيها الفار اللي بيتكلموا عليه الفار لأنه الناس للأسف بتنسى إن الأهلي أول من سعى وطالب وقالحها على التحاد الكرة إنه طبق تقنية الفار والفار موجود الأهلي خد بطولة أفريقيا مرتين ولعب فاينال ثلاث مرات على التوالي والفار موجود الأهلي خد برونزية ثالث العالم مرتين واستخدمت تقنية الفيديو وأنصفت الأهلي مرة وجد ضده مرة لكن كان فار شديد الموضوعية والأمانة والنزاهة الفار بتاعنا بقى اللي بيقولك لما الفار تطبق ماخدتوش الدور سنتين أولاً الأهلي خد الفار خد الدور في السنة الأولى للدوري دي الناس متغافي لعانها أو متعامي عليها أول تطبيق للفار الأهلي خد بطولة الدوري السنتين الأخرى الأهلي ما خدش الدوري عارف ليه في السنة الأولى لأن الأهلي كان عدة بمرحلة يمكن اللحق به فالفار حيعمل إيه؟ كان أسرع من الفار فلازم يكون عادل عشان يعديه على خير المرة دي زي ما قلت لكم الأهلي لما ينبالح يكسب أمبي بالنشئين بالفريق الشاب كلهم عناصر تحت السن يقدم مباراة كويسة خاصة في نصف الساعة الأخير لكن بعد هذا الفوز ظهر مستر ريكاردو سواريش المدير الفني في المؤتمر الصحفي برسائل فيها شيء من الدلالة شوية نسمعها الأول وصل عليها المونة سعد طبعا بعتذلك لأنه اليوم لن أرد أن اقوى بأسئلة سألتك حد ما نستطيع أن ألمك طبعا أريد أن تتفهموا هذه النقطة لأنني أعترم جدا اليوم لن أفضل أجمك لكن اليوم لن أقوى بأسئلة لا أردأ سألتك سألتك أجمع me اعطيب أغطيب طبعا لو تسمحني أريد شيء سأشكر جماهيرنا جماهير نادي الأهلي سيبيني الغرناتزة ترجمة نانسي قنقر 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 يبدو أن وقفتنا أخيرا إلى أن المؤتمر دي كمائل للمدربين فكما أجهزه على لسارتي وأجهزه على موسيماني جاء الدور يجهزه على البديل فايلر بدري بدري رياحه من أنه يجهزه عليه لأنه مشي في أوجه التقييم وكان رامي طوبة المطشات في الدور التاني بصراحة وكاننا على موعد مع المدربين كل واحد ياخدنا على مزاجه يبتدي بداية قوية الناس تشعبط يبتدي يوصل لنا أهدافه من كان الحضور وهذا ما فعله موسيماني تحديدا اللي حاجة محدش يقدر ينكرها ولا حيلغيها وحقق لنفسه ما لن يحققه في أي مكان آخر ولكنه لسبب أو آخر منذ لحظة التجديد اتغير موسيماني وأنا قلت لك هذا الكلام قلت لك الراجل ده مش هو موسيماني اللي بيحضر المؤتمرات مش هو موسيماني في شغله مش هو موسيماني اللي تحس إنه بيبني المستقبل بدأ الاعتماد عن مباراة الكبرى وأهدافها بدأ الاعتماد على عدد محدود ما عملش التدوير ما عملش الراحات حتى بالشكل العلمي اللي ممكن يرجع لك النجوم دي فكان بيرايح ناس ولعب ناس مجهدة ولعب ناس نقيها ونشين تتقلق ما يكملوش معاه وبعدين فترات راحة كبيرة وبعدين يروح يلعب ماتش الوداد عشان يقعد ثلاثة أسابيع مش شكل مدرب عايزة استمر بس أنا كنت معاه في قرار يستمر يمكن شاف صورة بقول لك أنا مش هعمل أكتر من اللي عملته بس كان فيه بقى يعني مسئوليتي ناحية النادي اللي ما أساقش ليه في حاجة وقدم ليه كل التسهيلات وما الحيش يستمتع بإحساسه بالجماهير لأن كان وقتها الظروف ما فيش جماهير هو جايه قاعد كان بيصور الناس في المدرجات كان جاي تحت هذا الشعود وحتى لما راح كاس العالم أستاذ نبيل أستاذ إبراهيم مين نبيل بقى مش عارف مين نبيل مين على بالك بعدين فأنا يعني فجأت أنه كتب بوريز ماكبيبول في ماتش بالبراث ده خلق الماتش أخضر في مفاجأة فلما كان جمهوره موجود في منتاري عمل مباراة وكسب وعمل واتنقل مرحلة كان ممكن تنقيله إلى النهائي على الفريق الذي سبق له التفوق عليه مش غلبه بالترجيح اللي كان له هدف وقلغي هو كان لتلاه السيطرة والغلبة إذا كان موزيما نتخذ اللعيب عملته اللي كانت كانت ترباحها مش موجود والجزء اللي كان موجود كان لسه واصل ليلة المباراة من أفريقيا بعد المعاناة ولكنه عندما وجده في مباراة الهلال قدمه واحدة من أروع ما قدمه في بطولة أفريقيا حتى الآن من أي فريق صحيح ويمكن ماتش الهلال ده اللي رجعت الناس كلها بأعلى سقف من التفاوت لأن الهلال كان مدجج بالنجوم الأفزاز طيب أنا فرّجتك على ريكاردو سواري شواري ما نباحي المسيماني ليه بقولك مسيماني لأن الرجل ده الرسالة وصلت له بتاعت مسيماني دي الوقت هو أنا كل محضر مؤتمر تسألوني في سلبيات هو أنتو مش عارفين أن فيه استراتيجي وأنتو مش فاهمين أن أنا بلعب بالناشئين لأن النادي خد قرار مش هنسألك عن نتائج وريني هتعمل ايه في راحة اللاعبين عشان الموسم القادم وقعب فعل ما تستطيع حتى أن تقدم لنا البدائل المتاحة من داخل نادي لالي عشان نعرف خطة إحلال والتجديد فأفاجة أن كل الوسائل كل يعني منصات الإعلام بتحسبنا وكأننا مكتمل للصفوف وتلتمس العذر للمنافسة الذي يفوز ولا يقدم العروض لأنه موجهد وكأننا احنا المرتاحين فإحنا خدنا قرار مجبرين عليه فحتيجوا تكلموني كل ماش هو أنت تعديدت ليه أنت مكسبت ليه أنت أنت بتدفع ليه أه دفع وانا مستحوز 65% في كل المباراة المباراة بالمناسبة كان الاستحواز الأغلب يعني أقرب إلى إمبي مش إحنا لكن لأن إمبي كان بيلعب جيد مفتوح وعايز يكسب استطاع الناشئين كما فعلوا مع الاتحاد هن يفعلوا مع إمبي هنا تظهر القدرة الكروية حتى ميكي سوني انفجر انفجر لأنه عنده المساح يستلم ويسلم ويفكر ويباص ويشؤوت فشكل خطورة أحرز هدفا جميلا وضع هدفا كان من الممكن ينضيف هدف أجمل طب هل إحنا لعبنا وصلنا آه لعبنا نص ساعة ولا أروح صحيح الراجل لم يشعر بالإنساء مثلا القرار بتاع زياد والقرار بتاع محمد محمود اتنين فريش في تفكيرهم دقيقتين لعبوا محمد محمود عشان يقول أنا ما زلته موجود أنا عايز أقول أن الرسالة اللي وصلها لي أنا من سوارش الله أنا غايب عني فرقة قلت تخذ القرار باللعبة بالناشئين بقدم أقصى ما أستطيع ما عديش وقت أمرا وزا ما بيقولوا أسيب بصمتي لأن لم عاي الفرقة الكاملة ولا عند الوقت الكافي فأنا أحاسب ليه في كل مؤتمر ما يمكن حساب الآخرين به طب هو أنت عدلي كده يعني بتأي سوارش أنا بأي الظروف سوارش وبفسر لك ليه هو غاضب وله هو فقد الثقة في المؤتمرات يعني هو كان يقعد يستمتع بقى وينقل أسئلة لتريح ولكن وجدها فرصة يقول رأيه وعدين أنا مدرب شجاع وأنا مش ضعيف وأنا جاي أكسب ده كلام اللي عندي يستنون للسنة الجاي طب هو هستنى السنة الجاي مش هستنى السنة الجاية السؤال قد يتبادر لذن لكن مش دورنا نحن نجاوب عليه دور الإدارة لأن الإدارة ساعة ما هتقيمه مش هتقيمه على ظروفه هتقيمه على ما قدمه من شخصية توحي أنه لو امتلك الظروف الطيبة يقدر يعمل إيه هايسايت هتحمل الضغوط ولا شايفينه كل يوم ويتبعوه في التدريب ويتعامله معا شخصية ما عنديش إجابة جابوهالكو في هذا النقطة طب هو الأهلي هنعد نقول يستحق مدرب أفضل دائما الأهلي يستحق لمدرب أفضل من الأفضل يعني وانت بتحقق مع فالر عايز مدرب أفضل وانت بتحقق مع موسى ماني تطمح في مدرب أفضل وانت طب هو احنا في مرحلة تغيير الأجيال آه احنا في مرحلة تغيير الأجيال وانجأت مبكرة بعد خمس مواسم لأنها قد قتت لأن الضغوط كتير والمبارات ما بقيتش زال الأول فاللي كنت بتحتاجه كل تسع سنين ولا ثمان سنين كل خمس سنين هتحتاجه بعد كده لأن بيحصل حاجة من الإرهاق والتشبع التشبع حدا بالبطولات نفس اللعيب اللي جاي جعان بطولات وعايز حقل نفسه والاستقرار المادي والفني والشهرة بيحصل عليها بسرعة فاللي كان بيصله بعد كذا سنة بيصله في وقت قريب وبعدين بيشوف حاجة جديدة ما شفهاش إلا قبليه ما هنت ما انتش عارف أيام جوسيه وأيام الجيل العبقار اللي بنتكلم عليه لو والسوشال موديا موجودة بتتحاسم ماتش ماتش هتعمل إيه وإحنا بنخسر ثلاثة بعد كاس العالم صحيح ما كنتش هتعرف وإحنا بنخرج من 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 كاس مصر أمام الحرص الناس دي هتعمل إيه صحيح فاستمتع هذا الجيل بإنجازات هذا الجيل محروب منه أنه مش عارف يستمتع بإنجازاته صحيح وهذا شيء من الواقعية شعار الحلقة النهاردة هقولكو أنه الموسم ده والموسم اللي فات إحنا للأسف كررنا أخطأنا بإمتياز وما تحدث عنه الآخرون من ظروف معاكسة للأهل اتكررت يعني الظلم التحكيمي شبه يعني زاد أنت بتتكلم السنة اللي فاتت في 15 أو 14 نقطة تقريبا السنة دي نفس الحكاية نفس الحكاية والدعم التحكيمي نفس الحكاية عرضنا على حضراتكو لقطة بلقطة من مباراة لأخرى بأرائخ وبراء التحكيم وكلكم حفظتوها من تكرارنا لها ليست شماعة ولكن واقع ما يتعلق بأخطاء الآخرين وتعنط الآخرين وغرفة الفار وما فيها والاتصالات وكاتل الشاي دي مسألة منتهية ومحسومة ما يتعلق بينا كنوع من النقد الذاتي أو على الأقل نبقى عارفين أخطأنا فين لأن هي قبلة للتكرار على فكرة لو ما أشرناش لها ووقفنا عندها بموضوعية شوية حنكررها تاني وحنفضل دايما ضحية لهذا الأمر الأهلي مش بتعمه أمرة ولا بتاع إحساس بمظلومية ولا غير ولا كلام فارغ شخصية الأهلي إنه دايما أقوى من أي ظروف وأي تحديات لكن كمان رحم الله أهدى إلي عيوبي أنا لما يكون السنة اللي فاتت مع مستر بيتس المسلماني لعبت المباريات المؤجلة المضغوطة في وقت معين استخدمت فيها نفس اللعيبة ما قدتش فرصة للعناصر مش بس الناشئين البديلة يعني في عدد من اللعيبة دلوقت الجهاز الحالي بيديهم فرصة ما كانوش بياخدوا الفرصة كبودلة يعني أنت كان عندك حسام حسن وغير حسام حسن مجموعة من اللعيبة ما كانتش بتاخد فرصة المشاركة أصلا فكانت النتيجة إيه إن أنت للسنة للموسم التاني على التوالي استخدمت عدد قليل من اللعيبة فضلت مكتفي بيهم وصلت معهم إلى أعلى درجة من الإرهاق والإنهاك والتعب وبالتالي الإصابات هنا أنا عندي قوة بديلة لم تستخدم ولازم وأنا داخل الموسم الجاي أكون عارف خطأي فيه لأنه أنت هتشارك في أفريقيا آه هتشارك في أفريقيا هتتأجلك مباريات آه هتتأجلك مباريات هترجع تلعبها في وضع مضغوط هترجع تلعبها في وضع مضغوط عايزة كسابها عايزة كسابها طب هكرر نفس المعاملة ونفس الاستراتيجية في التعامل لا سوريا كده لا يلضغ الأهل منجوح ثلاث مرات الحل الأفضل والصح إحنا بطولة كاس للتحاد لما تعاملت أو كاس الرابطة كشفت عن مجموعة من اللاعبين الوعدين جدا في البطولة دي كان لازم يستمروا مع الفريق الأول كان لازم ياخدوا فرص شبه أساسية في المشاركة على الأقل هريح ديانج شوية وهريح السلية شوية وهريح أفشا إن انت ما جرت وروح كاس العالم الأندية انت استعانت بجزء منهم وأثبته كفاء كان المدافع اللي عندك محمد مغربي بالضبط مش اسمه مغربي أه بالضبط ونسبة المغربي عزينا عزي ابننا وأخونا في وفاة صديقنا أه والده محمد مغربي أه محمد مغربي محمد مغربي في وفاة والده أحمد مغربي المشاجع الشهير صحيح اللي كان بيقعد صوته يسيطر على المقصورة البقاء والدوام لله فالبقاء والدوام لله وبنعزيك من هنا معلش مقدرناش نجيلك لأن احنا كان عندنا مسؤولية هذا البرنامج فعايز أقول لكم إنه لا انت البطولة الحالية أو المشاركة في المباريات العشرة الحقيقة ريكاردو سوارش لعب 15 مباراة في 13 مباراة منهم 10 مباراة متتالية فأنا لما يكون عندي أولاد صغيرين لعبوا 10 مباراة متتالية بدون ما يستقبلوا هدف سواء على لطفي أو مصطفى شبير والاتنين ما شاء الله مطمئنين جداً لحراسة مرمى الأهلي طب أنا عندي كفاءات بالعمصر الشابة وقدمهم دفاع جديد وواجهه فرق هي الفرق الأولى في الدورة هما ما لعبوش في دور الناشئين يعني بيلعب ضد أم بالفريق الكبير اللي واخد خبرات بيلعب ضد الإسماعيل بيلعب مع كل فرق المسابقة بقول لكم 10 مباراة ما استقبلوش هدف العناصر دي ما ينفعش ترجع تقعد في قطاع الناشئين تاني أو على الأقل كلهم انت محتاج القوة البديلة المضافة تبقى في ظهر الفريق الأول الكبير يبقى فيه خط استراتيجي ما يوقعناش في الغلطة تاني مش يرجعوا وييجي المدرب الحالي الجديد القديم أي حد يقفل على 15 واحد نرجع نلعب مرشات مؤجلة ننهك نفس الحكاية عارف سيد إبراهيم الكلام اللي انت بيقوله ده بيذكرني هو احنا كنا زمان أكثر احترافا من دلوقتي يعني أيام الكابتن مصطفى حسين ثم الكابتن الجوهري كان هناك خطة لإعداد الناشئين وكانوا بيصفروا بره كل سنة وكان بتعمل من الموهوبين منهم فريق الأمل كان يجوب المحافظات ويتلقى الدعوات من العواصم اللي عايزة تحتفل في عيادها القومية وكان بيجدوا منهم البدائل الجاهزة في أي لحظة وسنة 85 أعتقد اللي أنقذك أمام الزمالك في إيقاف اللعيبة إن الفريق راجع مبارك إن الناشئين دول كانوا على أعلى درجة من الاستعداد كانت العدل طيب فكسبنا كانوا لسه راجعين من ألمانيا هم كمان وكسبنا ثلاثة اتنين وكسبنا جيل جديد هو ده بقى ده بيخليني أفكر هو إحنا ممكن نعمل التجربة دي بشكل محترف تاني دلوقتي وإن الفرقة دي حتى لو ما لعبتش في دوري تلعب في مستوى التنفسي أعلى من الناشئين أعلى من الناشئين وتلعب ماتشات ودية وتسافر وتحتك ونقول لهم بدل معيرك برة أنا هعيرك في النادي الآلي تاخد حقوقك وأروح أخليك تلف وتكتسب خبرات من نوع جديد فكرة جات لي صحيح على فكرة ده أفضل ويمكن أفيد من الإعارة لأنه يفضل في حضنك بس هو الإعارة فيها ميزة الحقيقة أنت قدامك بتقيومه ماتش بماتش وكمان في تنافس جاد أنت مهما لعبت ماتشات ودية أساس إبراهيم لكن على الأقل يبقى اللاعب عارف أنه بيجهز أيوة وجمهور ما يبقاش غامض هو مين محمد علي نصير بعدين يقولك ميدو نبيل تبتكره ومتنين يطلع واحد بس هو ده هو ده فأنت تقول بس ليه نصير ده ما بيخدش فرصة يقولك عشان ميدو لا تكتشف ميدو هو نصير لا محمد خليفة نصير غير ميدو نبيل نصير برضه محمد خليفة نصير لسر دباك وهف ديفندر أصبر بس علي مهده هف ديفندر ميدو نبيل لاعب تاني بيلعب تحت رسان الحربة ولاعبوا الفترة اللي فاتت ديفندر اه بس ده غير ده محمد محمد خليفة غير ميدو نبيل مش عاية امبارح كان بيقوله محمد نصير أيوة ما اسمه محمد خليفة نصير هو بديله الاثنين ببعض لعب ده ما كان ده يعني محمد خليفة لعب امبارح وميدو نبيل يعني محمد نصير لعب ومحمد خليفة نصير لعب محمد نصير هو محمد خليفة نصير عايز تقول محمد نصير قول عايز تقول محمد خليفة ميدو نبيل كان بيقول ميدو نبيل وكان بيقول ميدو نصير بيدلع محمد إلا إذا كان ميدو نبيل هو اسمه محمد نبيل نصير لا لا خالص والنبيع مخبازي لحقنا ميدو نبيل موليد لعب مكان محمد نصير ده موليد 2004 وده موليد والله أنا عارف أنا ده تصوري على طول يبقى اللي تلخبط المعلق لأنه فضل على محمد نصير قلت الله هو ميدو نصير والتنجل أداءهم على فكرة قريب مش معين موليد ده مكان ده بس ميدو نصير أصغر بقى وهو ده 2004 ده أصغر واحد في الدور كان على فكرة الجزئية اللي المهندس عادل أشار إليها إن أولادك يفضلوا بالروح بتاعتك ودي مهمة جدا بجد وأنا أعتقد كابتن الخطيب والقائمين على لجنة التخطيط المسألة مش غايبة عليهم إن الجزئية من الأمور المهمة جدا ترجع لمكون الفريق روح الأهلي والإحساس بالأهلي المسألة ديت ما بتتولدش فجأة واللعيب اللي بيجي من بره أنت بتدور جواه على المكون ده عنده الـ 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 محمد محمود لعب جيل الأهل من ودي دجلة تقريبا آه واتنين صليب وراء بعض اتعطل بس شوفوا الروح بتاعته مبارح وهو بيتابع وراء المرمى مصطفى شوبير أثناء ركلة أو ضربة الجزاء شوفوا بس محمد محمود عامل إزاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمثل هذه الروح تنتقل من أجيال إلى أجيال وبمثل هؤلاء اللاعبين اللي هما بيعوضوا حاجات كتير جدا على ظروف صعبة الراجل ده اللي شافه في أي ظروف عغيره بيبطل لكن نتمنال والناس متعطفة معالي أستاذ إبراهيم شافه فيه المهوبة اللي مرحقش اللي هو ولاحنا نستمتع بيه وشافه فيه النموذج اللاعب الأهلاوي المخلص اللي محتاجينه هو وزمايل كتير عايزين اللي بيلعبوا في الملعب بيشعوروا بالنعمة اللي واحد زادات حرم منها كتير شوف مصطفى شوبير في تألقه في المباراة مثلا قولي المطشي ده أنا عايزة سألك لو سألتك مين نجم المباراة دي مصطفى شوبير برغم التفوق الآله وزفوز بصوا بقى سوارش وعلي لطف دي يا جماعة الروح بقى شوفوا علي لطف فرحال لمصطفى وفي فصل كان في وقت بيشربوا مية علي لطف اللي رايح يتمن على مصطفى في إصابة له بصوا بصوا الروح يا جماعة هو أنت ما تسأليش وانت مين رأيك ليه هو أنا ليه بسألك وانت ما تسألنش عشان أنت ما شفتش المطش لا شفت والله شفت إعادة إعادة جما هو الإعادة مش زي الهو لا إزاي الإعادة بقى بتخليك تشوف الفنيات بقى أيوة وانت كسبان ومرتاح أنا فيه ثلاثة ثلاثة أدلهم اللعب المباراة مين هم؟ مصطفى شوبير وهل مصطفى شوبير اختبر؟ أيوة اختبر جدا صحيح ودي ثلاث مرة يختبر فيها والحمد لله ربنا وفقه مين التاني؟ واحد جاء في الموعد عشان يبقى الألف الحقيقي رامي ربيع واحدة من أحسن مباريات صحيح ظهر فيه إيه بقى؟ الحماس والخفة والقيادة والتوجيه والروح واليقصة والتوجيه كان رائعا في هذه المباراة طب التالت مين؟ جندي محدش شايفه لحد الوقتي بالمعيار الفني السليم في مركزه محمد فخري محمد فخري مبارح فعل كل ما هو مطلوب منه في الكرة دافع وقطع واستلم وسلم ومرر وصنع لعب نقص الحاجة التي يملكها ولاني أنا مطلوب منه خلي عندك بعد الشجاعة التصويب وأحرز الأهداف هو هدف قطاع النشئين هو أصلا صنع لعب كون أنه يلعب ديفندر ويلعب بالقوة دي لأنت شفته كم مرة عند الجنب يطلع يطلع فرص خطيرة وبيغطي هو ده اللعيب اللي عايز يتطور لكن كمين عنده ثلاثة في الأداء ما يلفتش النظر هو أداءه ثلث وكمان كصنع اللعبة لما يلعب في مركز ثمانية أو ستة بيبدأها صح كل حاجة عنده اللعيب ده كان ينظر إليه بس ما عندهش الكونسيستنج ما عندهش عنده بس بأسلوبه هو كمان جملة أنه فعلا كل واحد لازم أن يتطور باستمرار أنت عايزني هنا حدهالة وعلى فكرة هو ماشي على خطة السلائية لأن السلائية كده هتحطيني أدافع هدافع هتحطيني حلقة وصل هتحطيني رط يعني دي اللعيبة المدرب يسعب به طيب تقييم بقى المدرب من خلال الاعتماد على العناصر البديلة هل ده تقييم موضوعي ولا لا الكابتن عماد متعب كان له رأي مهم فيه أنا بس هقول جملة بسيطة أعقب بس عشان الراجل يأخذ حقه أنا لما كنت ما بلعبش مع كابتن حسان البدري واتكلمت معاه وقالي أنها تلعب وقالت له بس يا ريتا كابتن بعد إذنك لما تلعبني لعبني مع الفارل الأسي ما تلعبنيش مع الناس اللي ما بتلعبش وأنا اسمي والناس عارفة إمكانياتي لكن علشان يجيلي فرص أقدر أسجل منه عشان أظهر بالمستوى المطلوب عشان عايز أقول أنني ألعب أقول أنني لسه كويس وقدر ألعب فأنا بأعذره لأن المدير الفني جي مش معا لعيب هو عايز يقول أنا مدرب كويس لكن ما عندوش العناصر ليه قدر يحرك داخل الملعب فليه كل العز هو حط نفسه تحت ضغط كبير جدا جدا بالتصريح اللي قال لو كمل وبقى مكمل في الناد لألي أن أنا هفوز بكل شيء عشان بس ننهي الكلام عن القصة دي كلنا كمحلين كجمهور عارفين الراجل ده تظلم والراجل ده مظلوم وأي تقييم لي ظالم عشان بس الأمور تبقى أضحى وهو لو وصلوا الكلام يعرف أن إحنا لو أي حد قائمه هيبقى ظالم هو إحنا عايزين إيه هو إحنا بنبرر لسوارش هو إحنا عايزينه استمر هو إحنا عايزينه يمشي إحنا مش عايزين حاجة إحنا بنعرض عليكم مشهد وبنحلله ومن خلال قراء منصفة بنقول لكم وقلت لكم القرار في اللي حيتاخد مبني على تعامل الناس اللي تعاملت مع شخصيته أنا لو خدت من المؤتمر ده أقول لك لقى الراجل عنده شخصية طب لو خدته من المؤتمرات تانية أقول لك ما عجبنيش أول ما جئه وهو بيغازل الجماهير أنا ليه محكات كده فأنا مش دوري نعكم إذا كنت متابعاً دقة وأقول لك بقى أنا إحساسي إيه المؤسات من الداخل فأنا عايز أصحاب الشأن ياخدوا الحق والحرية في التقييم أيوة وليس ليه رأي فيه إبقاء عليه أو أنه يمشي بس نكون عادلين إحنا كلفناه إيه والطرجة بتاعه إيه النهاردة وهو قادر يحقق للطرجة بتاع بكرة لما اكتمل ولا لا هي دي الأسئلة لما نجاب عليها نقدر نوصل يقعد ولا يمشي ده كلام مهم جداً يا جماعة لازم أن يكون واضح وظاهر للناس لأنه إحنا كلنا كمشاهدين الخبير والناقد والمشجع كله بيتفرج على اللقطة في المباراة لكن تعاملات الراجل مع الفريق من الداخل سياسته مع الجهاز المعاون بتاعه المعطيات المتاحة ليه طريق تحفيزه الخبراء اللي بيقيموه من خلال رد فعله في قراره تعاملاته التكتيكية مع المباريات احتياجه من المباريات وخطته ومدى تنفيذها تعاملاته مع اللعيبة ومدى العدالة اللي فيها كل الأمور دي معطيات حقيقية لا يملكها إلا صاحب القرار جملة قلتها عايزة توقف عندها جملة واحدة اه مفيش غير على فكرة طول النهار ده ما لقيت لكش حاجة ده انت سائل حلقة معنا ده أنا نبيل لا 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 ده انت بسم الله ما شاء الله عليك الله يكريمك صد الراجل قال بيتنسيني الراجل قال ايه لا مش الراجل الناس ويا بتقيم فريرا وتسمى البروف لان قال لك لما بيعمل تغيير بيقلب المتش ايوه طب هم ده ما عملوش مبارح اه مثلا ده هم اللي قلبوا المتش التغييرات اللي عملها قلبة المتش بالضبط ده هم اللي سجلوا ميكسوني ومحمد محمود طي اتعامل وذياد طارق طي هو احنا كان عبنا ايه الموسم الفات كان بيخش على رأيك فينا كل متش جون اه طب هو احنا مش كلين شيد بقى لنا عشر متشات اللي حتى تر متش عشر مع ولاد صغيرين في مواجهة تبار طي هل دي ميزة ميزة لكونا بنكسب اه طبعا بس على اللي قال لي ميزة انك ما تخسرش يعني كمان من الموديش جدا انك ما تكسبش دوري انت اقل الفرق خسارة فيه وانك انت تغلبت على المنافسي اللي كانوا بلعبوك كسبت بيراميز مرة وخسرت مرة لكن المواجهة المباشرة المصلحتك لانه تبقى كسبان ثلاثة اثنين كسبت الزمالك خمسة ثلاثة وتعدلت اثنين اثنين فالمواجهات المباشرة في صالحك في صالحك انت اقوى خدت جوب تقريبا يعني تاني اقوى بقيت تاني دلوقتي لانك في صيام اهو بقى لك الخمسة ستة مطشات طب في الصيام ده اتلغى لك كم جون حرمت من كم حق يجربح خمس جوان كانوا نقلوك في حتة تانية فالرجل هو ماشي اه اتعادل كتير بس اتعادل بالناشئين وبقى ما كانش مطالب انه لازم تكسب طب هو لو خد حقه كان الخمس مطشات اللي تعادلوا بدول ممكن يبقوا مطشين فكت هتروح لأرقام اخرى كت هتغير مشهد مشهد التقييم ولزاي كان يقولك ايه انت وانت مسك الصفارة انت متعقبنيش انت مش الالفة مش المدرس اللي بتقولي علشان انت ما جبتش الكتاب حديك صفر مش ممكن اجاب وانجح يعني تديني صفر انت دا مش دورك انت دورك الديني حقي وبعدين قولي انت وحش بالظبط طب وانا باخد حقي وانا وحش حكسب حتقولي حتقولي دا المهم زي ما بتقولي غيري ولا حتقولي لا انت بتكسب وانت وحش حتقولي انت بتكسب وانت وحش ما دي تعاملت مع موسي ماتسي طيب النص ساعة اللي اداها الاهلي بامتياز قدام امبي رأي الدكتور طاها فيها طبعا مسعيد بن جولاد عمل النتيجة ديت ولكن هو تكلم على الصعوبات اللي هو قبلها وانه هو ما كانش الفريق كله بالكامل معاه هو محق في هذا والراجل بزل اقصى مجهوده على قد ما يستطيع في ظل الظروف الظروف اللي موجودة دي يعني هو بيبرق نفسه وفعلا هو راجل ما هوش مزنب ولا يعني هو مش محتاج تبريل لانه هو ما هوش يعني مقل في عمله او انه ما قدرش يعمل اي حاجة لا الراجل بزل اقصى مجهود لديه لكن احيانا الظروف اللي موجودة والعينة من اللاعبين اللي موجودة شباب كلهم طراي لسه نعمين ومعهم بعض اللاعب خرجة من الاصبابات ومع هذا في بعض موراد جيدة عملت مع الاتحال سكنداري فاس 30 النهاردة نص ساعة من احسن ما يمكن التغييرات اللي تمت في هذه المباراة برضو تغييرات مؤثرة جدا هي اللي قلبت نتيجة المباراة وانت بتلعب مع فريق مكتمل ام بي مع فروقات المقييس البدنية والجسمانية فرق كبير عن ندقالي لكن التغييرات اللي هو عملت الحقيقة اللعيبة عملت نص ساعة من احسن ما يمكن سيطره على المباراة وخلقوا فرص سجلوا هدفين واضعوا فرص كثيرة جدا قد يبدو الامر ان هناك تطابقا في مقالة الكابتن طاها وعماد كابتن عماد متعب مع الاراء اللي قلناها هنا لكن صدقوني انا بتعمد احيانا ما شوفش الستوديو التحليل بالذات اللي بيكون في المجموعة دي عشان انا بشعر ان هي دي مجموعة منصفة حتى لما بتلينا مش كويسين بيبقوا من ضقهم ويقولوا مش كويسين فمش عايزة تأثر برأيهم فلما بقول رأيه هنا يا جماعة بكتشف الله دا هم قالوا اذا هو رأيه نسعى فيه للانصاف عايزين نوصل لإيه تاني وتالت ورابع مش اكتر من ان نحط الحقيقة امامكم عشان اقرار الواقع يبقى له علاقة في التقييم دا كلام فن مهم هنطلع لفاصل اخير وبعده نتواصل اهلا بحضر لكم جديد اعتقد مع هذه الفرصة الطيبة اللي الاهلي وجمهوره بيشوفوا هذه المواهب اللي ظهرت في الملاعب وما كانتش هتاخد فرصة انك انت تشوف كل هؤلاء الموهوبين وتتطمن على انتاج قطاع الناشئين في الاهلي الا من خلال هذا القرار اشراك او اكمال الموسم بالناشئين ضربت به ثلاث عصافير بحجر واحد ارحت اللاعبين الكبار اللي انهكوا واللي لابد لا يتعرضون لهذا الحمل التدريبي من المباريات التاني المسألة تتوزع بين الجميع هنتفادى اللي حصل وايضا ان انت كشفت عن عدد كبير من الموهوبين كانوا عندك زي الكنز افضل بكتير من عناصر موجودة في عندية اخر لكن الفرق فيه ناس بتدي فرصة للولاد يلعبه وفيه في فرق هم مضطرين انت يا استاذ ابراهيم احسن فرصة فتدي الناشئ يعني ده مش انسب لا ده احسن فرصة لكن انت مش هتدي الاذا كنت محتاج تدي للناشئ يعني انت بتخسر بتدي للناشئ انت معندكش لعيبة بتدي للناشئ فزا مالك في اللحظة الناس مش عايزة تجدد وظروفه تطرته لجأ لنشاقين فانصفوه خلاص انصفوه لاني كان لسه قوام الفريق بفوق فادروا سنده مع الناشئين وحيويتهم وجريو لانت بتدي للناشئين في ظل انهاك وما عندوش عدد كافي من الخبرات يعني رامي عشان كده ولك انا بشيت برامي ليه لان رامي في منظومة الدفاعية مبارح قدم ليه كل ما اطلبه منه صحيح طيب ده رأيه ده رأي المهندس عادلي لانه مدرب ولا هو مدرب لكن الكابتن ضيع السيد مدرب فرأيه ويعتد به نشوفه كلنا نعترف ان ما فيش نادي كبير ما بيحصلوش دروب لا حصلت لنا واحنا بنلعب ايه 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 الخروب ازاي الدروب اللي حصل بالزبط انه انت دخلت في أزمة مع طلب بيتسون ويمشي فانت نادي بطولة ومشي المدرب وانت عندك اساسا مشاكل فنية مشاكل فنية متمثلة انه الخمستاشر لعيب اللي بيلعبوا استهلكوا مع تغيير المدرب كل الحاجات دي كلها دخلت في بعض عشان كده انا كنت بقول انه اختيار اه اه سوارش وهو مظلوم في الوقت اللي جي فيه يعني انا بشوف ان سوارش ممكن يكون مدرب كواس جدا انا مقدرش اقيمه دلوقتي منزول منه اطميم لكن مع فرقة مكتملة الارقان ممكن بقى ابتدى قيمه لكن النادي الاهلي بقى في مفترك طرق اه راحة كل اللعيبة وهو قرار انا شايفه قرار صائب جدا اه طبعا قرار هاي للمسم الجديد فده هو مالوش دنب فيه فابتدى انه يشتغل على المجموعة اللي ما كانتش بتلعب وهي اساسة مش جاهزة لانها ما كانتش بتاخد نفس الجرعات التدريبية والجرعات التجهيزية لانها تكون موجودة في اي وقت ان يحصل تساوي في الاحمال البنانية اه مفيش تساوي خالص ما حاجة عامنا زي رسم القلب الجمهور دايما مش حاسس انه النادي الاهلي بعد قرار اللعبة بالنشئين وراحة الكبار انه بيفكر زي ينقذ ثلاث اربع مواسم جايين فجيس هوارش في وقت هو مظلوم فيه لو النادي الاهلي قرار نكمل به انا مع النادي الاهلي يعني انا مع قرار مجلس الادارة لو كنا سمعنا كلنا والسادة مشاهدين بتركيز كلام الكابتن ضياء السيد اللي انا متفق مع كل كلمة قالها وانا يرى انه تحليله كان واقعي موضوعي عادل مجرد من الاغراض ربان بعض الناس كانت توقعوا ان الكابتن ضياء شأن البعض كان ممكن وهو يعني ممكن ناس يقول كوري شيدي وهو مش عارف ايه قد يكون قريبا من ان اتواجد معاه البعض كان يتصور انه هو مش هيكون منصف او هيقول كلام تاني لكن انا بقالي فطرة اصلا احب المتابعة وبعدين احكم تفاكر انما انتلك من سنة براهم سعيد ماشي ازاي مكنتش متوقع الانقلاب اللي حيحصله وانه يصل الى هذه النقطة لكن هو كسب شايف هو كسب والاعلام كسبه والسوشال ميديا كسبته ومحتاجين ابناء الاهلي المنصفين ايه يكونوا برا يكونوا جوه عايزينهم المنصفين دلوقتي مش الناس اللي هي ربنا سامح للكل انا الكابتن ضياء لا النموذج ده انا متابعه بقاله فطرة بيتكلم بموضوعية بيتكلم بانصف ومحطش اي احساس انه ربما يكون عنده غصة اه شخصية ما هنسيب اه الكابتن هنا حمز مثلا كان يطلع زغيره يقولك وانا عشان متجاوز اختها حصلي كذا لا هو ده كان منصفا ماليش دعم كل ده هو عشان ناس تحترمك لازم تقول الرأي اللي يخش العقل مش يغزل القلب كابتن ضياء في تحليله كان يخاطب العقول وبيض طب من الجماهير ما تفهمه يعني خلينا نبص لقرار مجلس الادارة بالاعتماد عن الناشئين الهدف منه وانا مع هذا القرار كان ممكن يقولك القرار ده ما كانش وقته وظلم كان ممكن يقول وحيلاقي ناس كتير هتمش وراه في الحتة دي فانا لذلك مبسوط من اللي قاله واراه نموذج يعني استمرارية النماذج دي من اولا مدرب مخضرب صاحب خبرات لما كنت رأيه انا بفرح لاني بحس بالانصاف طيب طيب الاهل لعب مع الاسماعيلي وحصل اللي حصل وربطة الاندية اخدت قرارات ضد جماهير الاسماعيلي وحرمان الاسماعيلي من جماهير ونهاية الموسم والحيب حانش كان عارف اللي بيحصل ده بيحصل ليه يعني سوى انه نتيجة نفخ دائم في العلاقة الاهل بياخد لعبة الاسماعيلي الاهل ما بيروحش عبر ايه بقى مجوش من الاهل الاسماعيلي ده اسماعيلي ساب له الصهر على فكرة كابت الرضش حتى نجم الأهل واحد من المدربين الوعدين بقوة سألوا مهيب عبدالهادي عن نفس الحكاية ما هي المشكلة في السؤال إنك فيه ناس دائما وأنا باستغرب إنه فيه زملاء يطرحوا السؤال اللي المفترض إجابته عندهم قبل عند المصدر قبل عند الضيب على فكرة هو طرح السؤال يريده أن نأكد المعلومة بزبط هي انتقائية إنما مجرد تكرار السؤال يؤكد على المؤكد يقول له تفتكر إنه الأهلي علشان بيأخد لعيبة من الإسماعيلي نشوف ردة شحاتة وردة هل فعلا النادي الأهلي كان بيأخد معظم لعيبة الإسماعيلي دائما دي المكولة ويقعد يتعد بالأسماء محدش بيعد مثلا النادي الإسماعيلي خد كم لعيد من نادي الأهلي طبيعي إن انت هتعد اللي خد بطولات مش العكس حلوة طبيعي إن النادي الأهلي لما بيحقق بطولات في وقت زي عبدالله بيقولك الفترة دي كان في الفترة تواهج من النادي الأول في كمية البطلات ت ciąيد ده يأخذ لعيب مل اسماعلي ف Langبات الآيب الاسماعلي 오 marc الله يعني يوج certificate والمعظم اللعيبة التي اتحركت من النادي الاهلي للادي الاسماعلي وكانوا ف câmeraديا ، قد أصلاً مش في النادي الاسماعلي الناس في السعودية يعاعدوا سنة وزيادة ويلاعبوا وبعد ناس تانية تحركت ب什麼 وده متاح في الدوري أنا ما أخدتش لعيب مش عافية أو غصبة عنك كالنادي إسماعيل الموضوع كله في الآخر أنا بشوف دايما إن كل نادي عنده مشاكل يبدأ يدور على أي حاجة يقول إن احنا بنخسر عشان ده نفس الكلام واحد من أبناء النادي الأهلي ما بيشتغلش في النادي الأهلي دلوقتي وان لما لعي معك جنناك وتعادل معك كذا ماتش وضع عليك السنة اللي فاتت تحديدا بطولة الدور لأنه ما تعادل معك مرتين قادر بعبون ومين اللي جاب لجوان محمد نجيب ابنك واخد بالك هم دول الفارق اللي بينك من الزمالك والموجات المباشرة كانت تديك الدور فاهمني فنموذج محترم ولكنه وهو كان من أكثر أسماء المرشحة للعمل في النادي الأهلي وليه لم يعمل شأن شأن عماد النحس نماذج تشرفك نماذج تقول طمر فيها وطمر فيها لأنهم بيقولوا الحقيقة مش لأنهم بيجملوك لكن طرح السؤال ولذلك أنا لما بحذر من هذا النوع من البرامج هو فاكر نفسه أزجى من اللي بيسمعه فيقول لك ولو أنه ما قلناش كام لعيب رحم الأهلي للإسماعيلي بس عشان هو عشان اللي بيكسب البطولات بلعابة الإسماعيلي هو أنا عايز أعرف هو أي لعيب لعب في الإسماعيلي وسابه أو جاله من بره لمجرد أنه لعب عنده يوم بقى لعبة الإسماعيلي ما هو إسماعيلي برضو جايبهم من بره في جزء منهم جايبهم من بره كبير وبعد الإسماعيلي سابه مشأن أي نادي بيسيب لعيبة يعني أنا لما يكون عندي كابتن عصام الحضري وفي ظل أزمته معانا يروح أول رجوع لمصر وعلى مين الإسماعيلي وهو بيني وبينه قضية معروضة على الكاس فإنك تدعمه في العودة راح عند الإسماعيلي ولعب معك موسمه شوي كويس ولعب الكابتن شادي ولعب الكابتن فضل ولعب الكابتن إبراهيم سعيد كل دول كانوا ملعب أولك بقى ومحمد فضل وهاني سعيد وأبليهم محمود جابر وأبليهم أحمد سامي وأبليهم أسامة عباس وأبليهم 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 عدد مهول هو أنا مسؤول أن أنت ما بتكسبش بطولات بتحسيب نانا تقولي لما بتاخد لعيبة بتكسب بيها بطولات لأ أنا لأنك أنت مش عاد سعترف أننا وسامي أمصان صحيح ومجدي طلبة ومجدي طلبة وآخر مجدي طلبة درحل وفق عز وقت أنت بتحسيبني ليه عشان أنا ما بأخد لعيب باب أنا القيمة المضافة بتاعته يضف لي وأوضيف إليه فيكسب وكسب بطولات ما كان عندك طب أنت ليه ما بتعدش يا أستاذ مهيب هو قولي السؤال بقى بطريقة العكسية هو ليه جمهوري الإسماعيلي مش دعليهم من الزمالك اللي خد لعيبة أكتر من لعيبة الأهلة بعشرة خمساشر لعيب من يوم إبراهيم حسن اللي تخصمت نقاط على ده أنت لما لما خد منك إبراهيم حسن القرش اللي ادهولك دفعته قدامه اتنين ولسه حتدفع واختخصم منك ست نقاط ولسه حيتخصم منك بسبب صفقة واحدة أبرمطاه لا أبرمطاه ما على أهل لكن زمان كل الإسماعيلي بتدعى الآن لكن لا الإسماعيلي تشحنوها عشان يروح جمهورهم يضرب بمهورنا وتتكرر المقاسي وتسأل للأهل ليه ما بنعبشوا الإسماعيلي وتسأل هو الأهل هو الإسماعيلي زعلان عشان بك والإسماعيلي زعلان عشان الأهل ما تستقبلوش في التهجير وتطلع أجذوبة بلسان يعني نجوم هذا العصر الإسماعيلي اللي قالوا نفوها كلهم هذا النوع من الإعلام اللي مش هشاور عليه بالإسم لأنه خلاص بقى من كتر مرددنا الناس بقت مفروض هي اللي هي عرفهم وفقساهم ولكن الضفل اللي بيختلف لما تسأل فلاني الفلاني يعوم على عمك وتقول ده ابن النادي لأهل وجاء يشفت بكرمة لكن لما تجيب ياسر ريان وتجيب رضا شحاتة ولو جبت شريف عفضيل شريف عفضيل ولو جبت معتزئينه ولو جبت أعديلك مين ولا مين كتير محمد جودم ومحمد جودم وإن حاس والأبراهيم سعيد هتسمع كلام مش هتت أنت ساعة مش هتستقلم السؤال ده بقى ومش هتستضيفهم تاعة ولما تجيب الكابتن ضياء السيد ولما تجيب لا ما هو أنت خلي بالك أنت مش حدق على الناس الناس فأساك قوي أما الإجابة فبتلخص الحقيقة ما قاله الكابتن الرضا شحاتة هو كابتن الحقيقة أنت سبت لعبتك وأنا خدته واللي خدته منك كسبت مني فلوس وكسبت مني لعبتك وكسبت مني لعبتك وكسبت مني كل حاجة لكن أنت عشان يظل الإسماعيل على خانف من القليل كل شوية نسأل السؤال السم في العسل واللي عشان يسهل أمام المنافس أن يأخذوا طب هو لما عواد قال لك أنا مش هلعب مهما حصلت وأنت ما عندكش لعيبة في الوقت اللي قال لي كان فتح لك زرعيب يقول لك خد اللي أنت عايزه اللي تقنعه خده ودك أحسن عناصره الناشئة ده ما فكرتش فيه ما زعلتش منه ما خدتش منه على فاكرة الجون اللي أعتقد فوزي ده كان بلعب في الآله الجون بتاعهم أعتقد أخو حد من عندنا فينا شيين بيلعبوا عندك وفيه أحمد عادل ما هناك أحمد عادل لعب منهم حالس وأحمد عادل وأحمد وغيره يعني عايز أقول أنا أنا مش عايز تعديلي وعديلك لأنه دي طبيعة كرة القدم ولكن الأهلي لا يحرض عليك أحد صحيح الأهلي واحدة من أهم وقاع الدور السنة دي في الفار عشان الناس اللي بتتكلم على الفار شوفوا الفار الجبل بتاعنا اللي انتوا بتتكلموا عليه ومعتبرينه دا كان رمز للعدالة السنة دي واقعة شهيرة جدا مباراة الأهلي وفاركه محمود عشور بيلغي هدف للآله بداع التسلل بعد موضع الخط حطوا الحالة قدام كلاتنبرج الإنجليزي رئيس لجنة الحكام الجديد كابتن أحمد شبير كشف على حصل بين كلاتنبرج وعشور أحيز أقول لكم حوار ضارة ما بين كلاتنبرج ومحمود عشور وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية أولا الراجل في محاضرته مع الحكام أنا بقول لك أسرار لما عمل اجتماع عشان الكرة بتاعة الأهلي وفاركه جاب عشور قال له بالحرف عندك غلطة أنه النقطة اللي تحسب عليها التسلل كانت من هنا مش من ناحية التانية وأنه الهدف جاء صحيح مش مهم على فكرة ولا مشكلة خالص يعني بس أنا بقول لك اللي حصل وده تراجل الحكم دولي وحكم فاروال ده حوار دار ما بين كلاتنبرج وعشور فاللي عايز أقوله في مباراتين أو تلت مبارات لسوارس كان من الممكن نكسب فيهم كان فيهم أخطاء تحكمية فكت أنت بدل ما تقول كسب في تمانية كتتقول كسب في عشرة أو في 11 وارد ومع المكسب الناس بتنسي وأنه تعادل مع الإسماعيلي بفريق منه تسعة من الشباب والإسماعيلي يطلع فرحان ده حاجة يعني حاجة عظيمة للراجل إنه يكسب أمبي النهاردة بفريق كله من الشباب بسناء اتنين أو تلاتة لعيبة ده حاجة تحسب للراجل بمنطل أمانة طيب اللي قاله كابتن شوبير وتعاون كلاتنبرج مع الخطأ يخالف تماما ما كان يتبناه الكابتن طيب الزكرة سامع فتاح في موقف واضح الوضوح إنه ما كانش بيقول الحقيقة والحد النهاردة أقول لك أسلة مصطلعات بتخترع من أجل النادي الأهلي وإحنا ببساطة شديدة ولسنخ وبراء في التحكيم وقلت لك ساعتها حطوه على الكتف اللي قراب لمطقة الجزاء مش على الكتف لناحية المرمى زقواب العصاية مسألة أي سازك شايفها وأراد الكابتن متحة شلبي أن يناقشها مع الكابتن ياسر عشان يسبق الكابتن ياسر ما كانش شاف قاله إذا كان الخط الأحمر اتكلم على الخطوط طب هي الخطوط دي محطوطة فين أنا قلت لك طب دا موقف يا أستاذ إبراهيم الخطأ الواضح دا طب ما تحطوا ماتش المقولين العرب واللي حصل فيه ها والفار عمل ايه وما عملش ايه في عادة ضربة الجزاء طب ما تحطوا ماتش روح البروتوكول بتاع البنك الأهلي ها بتاع الكابتن اسمه ها حفتكر لك يعني قصة هتفتكر مين ولا مين اذا كان حطول الماتشات دي عشان الراجل يقول لنا رأيه فيها ايه طيب ادي ثلاث ماتشات أنا فاكرهم غير اللي انت حتطلعهم ماتش المصري والفار ماتش مش عارف ايه مش حقول لك جيب للمنافس بقى وخلينا يقول لنا رأيه الفار ايه في كل الماتشات دي عشان تعرفوا كيف خسر الأهلي الدوري العام رغم أخطاء على فكرة انت كنت أشارت الحرس لإسماعيل محمد فوزي هو أخو مصطفى فوزي مهاجم الأهل الشاب المعارفة الشيء وكان بيلعب في القالف إن نشئين الجند ده خد مني بقى أنا بفكر حاجاتي يعني طيب اللي أشار إليه كابتن شوبير أعتقد دي شهادة الخبير الإنجليزي رئيس لجنة الحكام دلوقت على واقعة مؤثرة جدا في سياق المسابة قيسوا عليها بقى إنه يرجع وقتها كابتن عصام عفتاح يسأل مسؤولين في لجنة الحكام في الاتحاد الدولة عن الواقعة بتاعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي وروح البروتوكول ويقولوله ما فيش حاجة اسمها كده وما كانش صح يتدخل ويعرضوله برضو وقعت ماتش الزمالك المماثلة مع الأهلي ليه متعادتش وما قالولوش كرة متحرك إذا كانت دي صح تبقى دي صح إذا كانت دي غلط هو ده الفار يا جماعة هو هنا النقطة المهمة قبل ما نقفل في عشر ثواني وإنت عشان أسيبك تقفل أنت بتقدم تروس للحكام من خلال مسؤوليتك عن التحكيم فأنت رجل جاد عايش تقولهم ما ينفعش كده ما فيش حاجة اسمها كده أنت حطيت للنقطة غلط تستحق الإقاف أما الكابتن طيب الزكر حصام ماذا كان يقدم كان يقولهم اعملوا اللي أنتوا عايزيني وإحنا ورادكم منتهى الاحتواء دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في التسعة مساء الاثنين القادم ويبقى الأهلي دائما زين النوادي تحية وجلالا تحية وجلالا جلالا تحية لوحو으 أنه في الظنين مم scoring من مساء ليس لن